أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم ولقاء متجدد معكم في حلقة خاصة مميزة سيكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ النائب يوناديم كنة عضو مجلس النواب العراقي وعضو مجلس الحكم الانتقالي عضو البرلمان العراقي في جميع الدورات السكرتير العام للحركة الديمقراطية الآشورية رئيس قائمة الرافدين رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية وزير الأشغال والأسكان من 1992 إلى 1999 في حكومة الإقليم وزير الصناعة والطاقة في حكومة الإقليم كردستان من سنة 1999 إلى 2001 نرحب بداية بالأستاذ يوناديم كنة أهلا وسهلا أستاذ أهلا وسهلا ربي باركك ونحن سعيدين جدا تكون ضيف لقناة الأرامية حتى نتحدث بأمور العراق وما يحدث في العراق إضافة أعزائي المستمعين المشاهدين ضيوفنا لهذه الحلقة أيضا يكون معنا الدكتورة كاثرين الكاتبة والباحثة في الشؤون العراقية مع الأستاذ الناشط السياسي يوسف شكوانة أهلا ومرحبا بكم في برنامج البرنامج الذي يتحدث عن العراق وظروف العراق بداية نقول للأعزاء المشاهدين أننا بعد قليل نفتح الاتصالات بعدما نتحدث ونتحاور في النقاط التي وضعناها والأسئلة التي وضعناها للأستاذ يوناديم كنة والأخوة الأحباء الأساتذة الدكتورة كاثرين والأستاذ يوسف شكوانة أهلا وسهلا بكم مرة أخرى الدكتورة كاثرين والأستاذ يوسف أهلا وسهلا بكم في برنامج خاص حول العراق بداية أعزائي المشاهدين نريد نسأل سؤال وهذا السؤال مهم جدا لأننا في أمريكا والسؤال هو موجه للأستاذ يوناديم لماذا أنت هنا في أمريكا فضل السؤال شكرا جزيلا لكم وللفضائية الأرامية وبداية أنا أود أن أذكر بكونفرانس في واشنطن قبل حوالي ثلاث أسابيع بدأ لثلاثين دولة من دول التحالف برئاسة أمريكا كيف أنه وزراء الدفاع والخارجية لثلاثين دولة حضره وعلى مدى أيام ناقشوا تخليص العراق وتحرير العراق من داعش الإرهابية وأنا دائما أضيف أقول وأخواتها نعم نعم فهذا اللي حصل وخرجوا بالعديد من التوصيات والاستعداد والتهيئة لتحرير نينوة لأن نينوة هي الثقل الأكبر أكثر من واحد ونصف مليون بشر بعد جوة داعش فخرجوا بتوصيات وخرجوا بتمويل في هذا الظرف الصعب اللي مر بإعراق الضغط المالي بثمين مليار ومئة مليون دولار دعم للعراق في هذه الفترة الانتقالية لدعم عودة النازحين وإعادة تأهيل هذه المناطق وتخليصها من متفجرات واستعادة أو ترميم أو تأهيل المناطق من حيث البناء التحتية وغيرها لكن هناك أيضا وط بوست داعش ماذا ما بعد داعش للمكونات الدينية والقومية الصغيرة في المنطقة اللي هي المسيحين بصورة عامة الكلدان السريان الأشوديين ومن ثم الإيزيدية ومن ثم التركمان الشيعة والشبك اللي هم من أتباعه للبيت الصابعة الصابعة في سهل نينو ولا يوجد نعم كلام صحيح وحتى الأرمن أيضا وحضر معنا فبناء على هذا الأمر أن هذه المكونات الصغيرة تحت تهديدات داعش ماذا ما بعد التحرير تم دعوتنا من قبل الوزارة الخارجية الأمريكية والكومفرنس كانت 28 و29 28 خصصة للجانب الإنساني للمنظمات المجتمع المدني اللي يسجل وريد يحضر وينطي وجهات نظرة سواء كحقوق إنسان أو كإغاثة أو كأقدر أقول جرائم حرب ضد المسبيات أو المسائلة والجرائم الحرب اللي كيف نقدم المحاكمات وإلى آخره هذا يوم 28 انعقد في جامعة جورج تاون وحضرته نحن كنا ضيوف لكن المداخل الرئيسي كانت لمنظمات المجتمع المدني وبعض الخبراء أما اليوم الثاني فحضرنا في ذات القاءة اللي اجتمعوا بها وزراء الدفاع والخارجية لثلاثين دولة وحضروا معنا ورعاية الخارجية الأمريكية السيد ديفيد سابرستن وبجموعة من السوفراء اللي هم الأطلارج مثل ما يقولوا مكلفين من الوايت هاوس من ممثلية سيد أوباما رئيس الأمريكي والناشنال سيكوريتي كونسل وإلى آخره الريليجيوس أفيرس وهيومن رايس والمنازحين والمهاجرين كان يوم يعني أقدر أقول يعني خرجنا بتوصيات وما العمل من أجل حماية هذه المكونات الأقلية الدينية أو الأثنية من داعش ومن ثم كيف السبيل إلى إعادة استقرارها في مواطنها الأصلية مواطنها الأصلي اللي هو بالأغلب مناطق سهل نينوى وإلى حد ما جنوب كاركوك أيضا بالنسبة للترك مانشي عطوس خرمات وغيرها ومن ثم تهيئت الأجواء لأنه تقدر تعيش بعيش باطمئنان ومعيشة عيش كريم في مناطقها ومن ثم ممارساتها أو شراكتها في الشراكة الوطنية في الحكم خل نقول أو الأمن وتوفير الأمن وغيرها خليه فهذا كان باختصار شديد عنوان دعوتنا دعينا من قبل الحكومة الأمريكية أنا أسميها أو أتذكر عندما درست الحرب الثانية فكان هناك خاتمة الحربية الديدي الديدي عندما اتفقت دول التحلف الدولي للقضاء على الريخ الثالث الألماني النازي وتحرير العالم من النازية اليوم هناك قرار تحرير العراق وسوريا ومن ثم الشرق الأوسط والعالم من همجية ووحشية داعش الأرهابية وأعود وأقول وأخواتها لأن داعش ليس إلا عنوان اليوم في هذه المرحلة في هذه المحطة لكن كان هناك دواعش سابقا من الإمامة المهدية في السودان إلى الإمامة القفقازية في الشيشان وستكون هناك دواعش أخرى إذا لم تعالج منهجيا وفكريا وتستأصل من جذورها فهذا هو اختصار شديد اتحدثنا عنه ونشكر ونقيم جهود التحالف الدولي وبالأخص أمريكا في مسانتتنا للتخلص من داعش وآسف أن أقول حتى دعمنا أيضا بسبب هذا الفساد الكبير بالبلد اللي خلى ما يكون عندنا اليوم موارد ما تكون عندنا بنا تحتية وإلى آخره ونحن بحاجة إلى دعم من أجل هؤلاء النازحين اللي شردوا قبل عامين أو أكثر واللي راح يطلعون الآن من الموصل بعد تحرر الموصل اللي هي قريبة جدا خلال أيام القادمة سيبدأ الهجوم أو التطويق المدينة بطوقين ومن ثم تحرير المدينة فنحن كنا بحاجة إلى هذا الدعم والحمد لله تحقق والآن أصبح التحرير الموصل أنا أقولها بلغتنا ملكوثة شمية مقربنا يعني ملكوثة السمادة تقرب عليهم آمين أستاذ ينادم هل ترى أن الإدارة الأبريكية وقوة التحالف نعم التي بأيام قليلة أسقطت أكبر قوة عسكرية في الشرق الأوسط يعني تعد من أقوى الجيوش العربية بأيام قليلة هل أنه هي جادة بالخلاص من داعش اللي هي محدودة في مناطق معينة يعني إحنا من خلال قراءتنا للأحداث ومن قراءتنا للوضع السياسي أنه ما شفنا جدية حقيقة في العمل الحقيقي أنه يخلصون العراق هم أتوا بأنه يتحرر العراق وأتوا من أجل تحرير العراق لكن تركوا العراق في أيادي غير أمينة أولا وثانيا العراق تكالبت عليه القوى الخارجية وتفصخ العراق وتدمر العراق ونرى الدول بتحالف اللي خرجت صدام حسين هذا البعبع اللي كان يعتبرونه في أيام اليوم داعش صار لسنين يلعب ويصول ويجول في العراق ما هو وجهة نظرك في هذا الموضوع بداية لا يجوز مقارنة بين النظام وبين جماعات مثل الفيروس بكل مكان صدام كان النظام أسقط النظام كل شيء سقط هؤلاء منهج وعقلية فيروس فيروس منتشر في كل الجسد العراقي هذا واحد سواء كان هذا المذهب أو ذاك المذهب التشدد والتطرف هذا مثل الفيروس مرض يعني أمريكا ما تقدر تكتل لك 80% أو 70% أو 50% اللي هم متأثرين بهذا البعب هذا واحد أما سبب لماذا لماذا تغير وانتقل أو تحول التحرير إلى احتلال هذا أقول لك يا الأمريكان اجوا محررين ولكن تغيرت تحولت إلى احتلال لماذا؟ لأن لم تكن هناك لم يكن هناك قادة وطنيين حقيقيين يعملون من أجل العراق بدأوا بالسلب والنهب وتهديم العمارات وإلى آخره وعليه بعد 42 يوم من تحرير العراق صدر قرار الاحتلال وجدت القوات شرطة فرض النظام بالعراق ما كان أكو رؤية في أمريكا أنه يصير احتلال وإنما كان تحرير يعتمدون على الجانب الداخلي قادتنا المحليين كانوا إما اتجاه الطائفي أو المذهبي أو القومي وهذا اللي تسبب بعدين أكو عامل آخر جدا مهم أقول دائما وسأقولها مرات ومرات حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط كذبوا على أمريكا وغدروا بأمريكا ومن ثم خانوا أمريكا أمريكا كان وجدتها ديمقراطية حرية حقوق الإنسان حقوق المرأة وإلى آخره بينما هؤلاء لا يقبلون بهذا الشيء وقسم من هؤلاء يقولون هذا يتناقض والشريع الإسلامية يعني سواء هي حقوق المرأة والمساواة وإلى آخره فهذا الذي حصل عندما سقط النظام يعني أنا هنا سئلت في 2006 أمطينا شيء سلبي على الأمريكان قلت الأمريكان أخطأوا عندما تركوا بقايا النظام السابق أحرارا في الشوارع كان لازم يسوون إجراءات معينة ما يتركهم أحرارا بكيفهم قادة الفداء صدام وإلى المجرمين الأتات وغيرهم ثانيا حلفاء أمريكا بالشرق الوسط اللي كانوا مرعوبين من مفاهيم الحقوق الإنسان وحرية وحقوق المرأة وإلى آخره فأدعوا أنهم يحاربون المحتل بينما هذا افتراء كذب كانوا يحاربون مبادئ سامية تبنيناها في العملية السياسية اللي هي حقوق المرأة وحقوق الإنسان والديمقراطية تقاسم السلطة والثروة والفدرالية والنظام وتغيير السلمي للسلطة وإلى آخره هم ما يردون تغيير السلمي للسلطة هم واحد قاعد يريد لم مليون سنة يبقى هناك هذا أمير وهذا ملك وهذا ما عارف إيش رادوا يسقطون العملية السياسية وعودة التاريخ إلى الوراء أنه حاكم واحد ومن مذهب معين وما يصير أنت شون سقط هذا المذهب يجيب مذهب آخر هاي ديمقراطية هاي أغلبية ولكن جينا حسب المبادئ الديمقراطية جينا دعينا بالديمقراطية لكنها استخدمت فقط جسر للوصول الحكم لم نكن قيادات ديمقراطية جبنا استغلينا الديمقراطية وهذا الجسر حتى نوصل حكم مشينا نريدها ما مشينا حسب المبادئ الديمقراطية وما التزمنا بيها ولحد الساعة كان هناك تشدد وكان هناك تعصط طائفي ومذهبي وديني نرجع على هذا بس أنا أشوف الدكتورة عدها شيء تريد تتحدث به تفضلي دكتورة أنا أريد أسأل الأستاذ يونيا عدم كان باعتبارك عضوك برلمان وكنت ملازم من أول يوم قبل حتى سقوط النظام ملازم لهذه الحركة وهذه التطورات ماذا كان دور البرلمان عندما ينحرف تنحرف الأحزاب السياسية أو تنحرف الحكومة أو أحد الوزراء أين كان ما هو دور البرلمان في هذه الحالة أين كان البرلمان البرلمان آسف أن أقول يعني كان عبارة عن كتل مئة بالمئة موالاتها لمرجعيتها إما الدينية أو السياسية مام جلال الله يذكر بالخير يقول لا تسيروا برلمان القاز قال مام جلال شنو برلمان القاز قال واحد يقول قيق الكل تقول قيق فهذا البرلمان اللي صار ثلاثة أربعة خمس كتب تقاسموا في ما بينهم يعني الحرامي عيني عينك أنت أسكت علي أشيلني أشيلك أنا أسكت على أخطائك أنت سكت على أخطائي هذا الذي صار ما قدرنا نحاسب أحد ما قدرنا نمسك حرامي ما قدرنا نحاكم حرامي هذا الذي حصل إلى حد الساعة الأيام الأخيرة صار كم أسبوع أو كم شهر بدأت العملية شوية تتحرك أنه أين كان يجب أن يقدم المحاكمة في اجتماعي مع الأخ مسعود البرزاني قبل أقل من 20 يوم 16 تموز قلت ليش تنطي مجال واحد طمع وجشع لمصالح الشخصية يسيء إلى سمعة الإقليم ويسيء إلى سمعة حزبك وأسمعتك مثلا ليش بتأخذ جراءات معالجات هذه التجاوزات الحاصلة العلقية عنها نفسي الحالة جوا أنه أنت من أجل أن يضم يلم الأصوات والجمهور يسكن على المفاسد وبالعكس يمكن هو حص عنده بالمفاسد فهذا الذي حصل أسفل أن أقول يعني ما كانوا واثقين ما كانوا فعلا رؤية وطنية أريد أن أبني وطن ودولة مؤسسات وإنما اليوم أكو باشر ماكو شيروا أمشي كوميشنات ماكو الفرلمان ما قدر يقوم بواجبة ومن ثم الدورة الفرلمانية السابقة بتقصت أرادوا يسقطوها من الذي أراد إسقاطها؟ الحكومة الحكومة أرادت تتكبل يعني حكومة بغداد نعم حكومة بغداد يعني قدرت تكسر الفرلمان وفدي يوم من الأيام أنا ناضلت سنتين حتى أشيل مادة دستورية اللي تمنع المحكمة من محاسبة أي مدير عام اللي هي مادة 136 باء من قانون أصول محاكمة جزائية إم تقدرت بألفين ودعش بعد سنتين من محاولات ليش؟ لأن الناس طلعت مظاهرات يعني خافة الرئاسة للبرلمان والنواب خافوا دزوا نواب المحافظات من رجعوا صرنا ثمانية رؤساء لجان فنشوف شنسوي هداك اليوم فرضت المادة هاي وطم التصويت عليها لم تنفت لأربعة عوام وإجوا بالبرلمان حكومة دزت تعديل لأنها خالفت للقانون الحكومة دزت التعديل التعديل شي يقول بس مجرد ينفذ هذا القانون ببيان يظهر من حكومة قمت صيح يا ناس ما حاسمعني اضطريت أقول ألف رحمة على النظام السابق اضطريت أكفر وأقول ألف رحمة لأنه إحنا برلماني تنازلنا من صلاحيات التشريعية للحكومة لأن حكومة مخالفة بدل من جيبها نحاسبها نسحب ثقة منها نعدل القانون حسب رغبة الحكومة فهذا الذي حصل برلماني يوني عدم كانت تسمح لي أسأل سؤال هل تعتقد الانتخابات التي مرت من تغيير من 2003 لحد آخر انتخابات كانت نزيها أبداً أشكرك أبداً ما كانت نزيها أسمعها من عضو برلمان أبداً لا يوسف أعتقد أنت عندك في ذاكرتك أو في مخيلاتك أو في قراءتك للمشهد العراقي الشيء الكثير الأستاذ ينادم كان أنه موجود هنا إذا عندك شيء لأن احنا هذا البرنامج يشاهدون الملايين أريد بدون نخلي حواجز بدون رتوش اللي في قلوبنا لازم نطلعه ونتحدث به وتكون عندنا جراءة والقوة أن نتحدث تحدث مع الأخ ينادم في هذا الموضوع فضل شكراً بالنسبة لداعش وتحرير المناطق فرحنا تحرير الفلوجة وتحرير الرمادي ومثل ما تفضلت أنا قريباً راح تتحرر منينة وإن شاء الله بس بالحقيقة أنا ما متفاعل بهالش ليش؟ لأن من يغضون على داعشي واحد أكو عشرة دا يتخرجون يصيرون دواعش لأن الفكر الداعشي دا يولدوا بكل مكان من خطبة من فتاوي إذا داخل العراق أو خارج العراق بالبرلمان العراقي أكو هيتش تروحات تراغبون هالشي أو تخلوهم حد لهالتفقيف الشيسبة أو التفريخ الدواعش يعني بداية تفريخ الدواعش أو تصنيعها خارج بلدنا هناك مراكز معروفة دولياً أنه هناك هذا الرجل الدين التكفيري على طريقة ابن تيمية وغيرها يتخرج مناك رسمياً علنياً والعالم كلها عرف هذه الشيئة هل ممكن تسمية هذه الدول؟ نعم هناك مدارس بالسعودية تكفير وهناك في الأزهر يعلم تكفير ولم يكفر أحد من هؤلاء الدواعش الكل سكتوا عنها وحتى في أمريكا المراجع في أمريكا لم تكفر الدواعش نعم اليوم بدأ قليلاً ولا يستطيع أنا أضيف لك يعني أضيف لك ولا يستطيع أي مرجع أي كان ما يكون منصبة نعم أن يكفر الدواعش لأن في العقيدة الإسلامية وأنا حكيت لكم أنه أنا خبير في هذا الموضوع ودارس العقيدة الإسلامية ما يفعله داعش هو تحصيل حاصل لتاريخ الإسلام من عقيدة كتاب وسنة وتاريخ إسلامي في الغزوات وقتل الآخر وإلغاء الآخر هذا موضوع يقولون أنه الوهابية أو الفلانية ذولا مكفرين هذا موضوع إحنا تحدثنا به في برامجنا الدينية لكن الموضوع أنه داعش هو الممثل الحقيقي والوحيد للإسلام لأن طبقه نبيه وصحابة نبيه من 1400 سنة ولحد الآن هذا الموضوع لازم يكون يعرف كل القاس والداني أن هذا الموضوع أن داعش هو الممثل الشرعي والوحيد للفكر الإسلامي ككتاب وسنة وهذا الأمر أنا ما أدخل به أنا أختلف نعم اتفضل أنا أختلف داعش يستند على سورة التوبة على حياة السيف وبعض التفسيرات لإبن تيمية لهذه السورة اللي يقتلوا واذبحوا ومعرف إيش بدون هوادة في زمن النبي عام أربعة للهجرة عهد نجران إذا تقرأ شون الرسول اتفق مع مسيحية نجران شون أنت تقرأها هسه هي تقدمية أكثر ما الإسلاميين السنة وش يعمل اليوم عهد نجران إذا تقرأ عزيزي اسمح لي عزيزي يعني خار التعايش أنا أوضح فد نقطة عزيزي يعني أنا أعرف أنه أنا أعرف أني أعرف أنه أنت ترجع للعراق وممكن أي مفردة ممكن يصير عليها فد إشارة وعلامة استفان خمسين مفردة علي لا تخاف فليهذا اليوم المشكلة المشكلة قراءة التاريخ قرأ بقراءة خاطئة دائما التاريخ يقرأ بقراءة خاطئة أسأل جاء العراق نحش هذا موضوعي مو موضوعي اليوم بس أنا أريد أن أوضح نقطة أنه كثير كثير من المسيحيين اللي انصبغوا انصبغوا دينيا كثقافة إسلامية وأخذت وهذا عامل القوة والسيف وكيف أنه الإسلام فرض نفسه على العراقين وأنا قايلها وقايلها بالمحطة الفضائية وبالراديو وكل برامجي أقول أنه المسيحيين العراقين انصبغوا وصبغوا كل شيء قوية بالفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية وهذا موضوع حتى يدافعون عن الغزوات ويدافعون عن ماذا فعلوا كأنه العراق العراقيين بتاريخهم قالوا لهم إحنا محتاجين ناس تحررنا لا هم جونا من الجزيرة العربية ناس بدوا وغزوا العراق وانتهى الموضوع هذا ما أريد ندخل بي لأنه مو موضوعنا موضوعنا الديني موضوعنا أنا شخصيا على الأقل أنا قاطعتهم قلت لهم أنتم تتكلمون بمعالجة النتائج وهذا خطأ يجب أن ترجع للجذور وأن تشلع هذه الجذور بقرار دولي من مجلس الأمن يحرم ويجرم ثقافة الكراهية والتحريض على العنف هذاك الوقت تفرض على كل برامج التواصل الاجتماعي وعلى التلفزيونات وعلى الإذاعات وعلى مدارس الدينية ومدارس ابتدائية والتوعية هذاك الوقت تقطع هذه الآيات تتحرض كراهية وعنف ضد الآخر تبقى أنت كإنسان تفكر شوف البوذة والشنتو في اليابان ذبحوا مئات لألاف من بعض إلى أنت صالع وسكت كل شيء استقر هسا اليوم رحنا نلتقينا كويزومي رئيس الزراء يابان يقول احنا عدنا ثمانية مليون الله لكنه ماكو واحد يقتل الثاني بعد أربعة أيام دكتور القزويني من كربلا يقول هنا أنا شفت الإسلام قلت لها دقيقة ماكو هنا بس بالياباني ما يحجون على أيديان كل واحد عنده دينة فلنسألنا الكويزومي شون سويته أحصال الآلهة قال لا كل عنصر بالطبيعة هو يمكن يكون أل الله لكن القيم ما لهم كانت قمة إنسانية فإذا ما نرجع أحنا في نايد نيشن ما ترجع بقرار دولي وملزم على كل الدول سواء كان إسلامي مسيحي سيغ وغيره إنه هذا ما يتقف الأولاد والأطفال على الكراهية والحقد وعلى التحريض على الأن اللي يمارس هذا الشي هاي فضائيات أقمار صناعية أنا رأس أغلقها ما أقبلها أو أدي الكورت أو هذا اللاخ البدارس الابتدائية أو بدارس التربوية أو التعليمية أو مدارس الدينية ما أسمح له الدولة اللي ما تمنع هؤلاء يجب أن تحاصر وأن تفرض عليها قواقوبات شديدة هذا كل وقت يلا شوية جعل كلامنا بس هم ما يحكو بها أنا أشوف نأخذ الاتصال نشوف رأي الأخ إبراهيم إبراهيم عندنا من أمريكا تفضل أخ إبراهيم الله يشعبك أستاذ كريم أهلا وسهلا حبيبي بشينة الأخرى بيون آدم بشينة قانو أغبابي أهلا نطرق أستاذ يوسف بشينة كاتري أهلا وسهلا شكرا بلك تحكي بالعالم حتى في تهماني أريد أسأل سؤال كل لغات أني أحكي أريد أسأل سؤال نعم سؤالك والساديون آدم كنة لنتشرف بي خليه سماني نعم من 2003 قدام حسين ثقب نعم وجدتنا أمريكا احتلت عراق على راسه على هند قدام حسب ما كنا نقول كان دمار العراق ما يعطي الحريات العالم مكبوضة تبدأ محتين انتهى جدت رؤساء وأحزاب وكتل وثياسة قارم بين 2003 قارم اليوم قليس أحكيها على المكشوف سهل النعين ومضمر مهجر كل الوسيحين والإسلام والإزدادية في العراق عراض الناس منهوبة اليزيدية كلها كلها منهوبة كلها بغضي أسدي الفقر الأمراض الهجرة أخ إبراهيم سؤالك سؤالك شخص لنا سؤالك حبيب إبراهيم شخص للاستاذ ينادم شخص لسؤالك وضح ليها تفضل لأن عندنا اتصالات نحن أخرى تفضل حبيب إبراهيم موجودين يشبعون وكاسي يأخذون أموال العالم كلهم نهيبة بغ 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 وسرقات متى يشبع السقير متى يشكل فاتفيس تكبين أعتقد أن تتعلق أخ إبراهيم إحنا نريد إذا عندك سؤال لأن عندنا اتصالات عندنا اتصال من الشماص عيسى شكرا جزيلا أخ إبراهيم اتصال من الشماص عيسى تفضل أخي إيسى أهلا وسهلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا تحياتي أهلا وسهلا بك تفضل أنا سؤالي بس هو محدد الله يخليك كان يتكلم أستاذ ينادم يقول أن أمريكا تساعدنا على طرد داعش من إراق طيب إحنا نريد نشوف يعني لو تقارن أو قبل أسبوع أنا سمعت مفتي سعودية وأيضا إمام جامع في قطر يطلبون مساعدة أخوانهم أخوانهم المجاهدين على الدواعش يعني في سوريا والعراق لطرد الكفار فكيف أمريكا إذا كانت علاقتها بالسعودية وبقطر مية بالمية كيف تساعد على طرد داعش من العراق لأنه أصلا داعش هو في كل دول الإسلامية شكرا شكرا جزيلا شماس عيسى يقول أنه انطرحت موضوع أنه أمريكا ساعية أو جادة بطرد الدواعش لكن حلفائها في المنطقة هم مؤيدين لهذا الداعش كيف هذه المناقضة بداية هذا الملة أو هذا الداعية الإسلامية لا يمثل الدولة بالكمال والتمام يعني صحيح كلام 100% والأخ القبل حجة أيضا صحيح 100% أمريكا ما حزبتها بصورة صحيحة حزبتهم حلفاء بالمنطقة لكن هلو حلفاء ما سيطر أولادهم ما سيطر على شعبهم ما سيطر على التيارات والتمويل للإرهاب وغير ذلك ما سيطرت أما اليوم كيف تساعد إحنا قبل خمس سنين يوم بلش باسم الربيع العربي قلنا هذا مربيع عربي الخريف بدأ بغزوة صدام إلى الكويت اليوم دخلنا في شتاء قاسي يدمر المنطقة صح قلنا لهم you are afghanizing Syria للأمريكان والغيرهم قالوا نغير حافظ أسد بشار أسد قلنا لهم أنت راح تؤدي إلى أفغانة المنطقة ما حس معنا لكن اليوم النار وصل ببابه بيت كل واحد ودخل بالبيت كل واحد دخل بتركيا ودخل بفرنسا بباريس ودخل ببلشيكا ولا سمح الله راح يوصلكم هنانا وكل العالم نحن معرضين نعم معرضين بأي دقيقة بأي وقت راح تنضرب لأن هذا ليس شخصا أو جيشا حتى تروح عليه هذا فيروس منهجي عقلية كل عقلية ممكن تكون قنبلة كل واحد ممكن يكون هو داعش أي وقت بس يقوم بهذا الفكر فقصدي شنو أمريكا جادة نعم جادة لأنه الكونترول فلت من إيد تركيا وفلت من إيد سعودية وفلت رأسا أعلى نفسه خليفة وأني أذبح وأني أكتل ما أسمعكم فهناك النصرة داعش مؤجل وهمنا مدعومة دوليا من دول أقليمية النصرة داعش لكن مؤجل يقول لها لداعش لا لا تستعجلوا بالذبح خلينا نقوي ونركز نفسنا بعدين نذبح داعش يقول لا هذا خطأ من هسن نبليش نذبح فارد أقول أنه أنا أصدق أنا عندي ثقة أمريكا تريد تساعد لأنه هذا النار انتشر ومن الصعب السيطر عليه كما حصل بن لاذن في أفغانستان يوم كان يقام الروس بعدين قلب السحر على الساحر وصار ضد الكل نعم جاد نعم تفضلي عدة شيء نعم عندي أستاذ يوني آدم أنت باعتبارك أضو برلمان عراقي سبق وكتب المئات وعلق في مختلف وسائل الإعلام كثيرا وكثيرا المسلمين قبل الأقليات الموجودة في الشرق الأوسط بشكل عام وأشخص الحقيقة لأقباط المصريين بديعين بذلك فأرجع إلى البرلمان العراقي ماذا كان دوركم في تهذيب المناهج الدراسية في العراق لأنه العلة في المناهج التدريسية أشكرك أستاذ يونادم رح يجاوبش على هذا السؤال بعد ما ناخذ فاصل ناخذ فاصل حتى يشرب ماء يرتاح عزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم وعودة أخرى وبرنامج الخاص والاستضافة الجميلة مع الأستاذ يونادم كنة عضل برنامان العراقي والأخة الدكتورة كاثرين والأستاذ يوسف سئلتك سؤال نعم وأعتقد أنت سيف تعدك لا لا بالتأكيد هذا كان أحد همومنا منذ البداية نعم فعلا ما بعد المجلس الحكم صارنا بالجماعية الوطنية شكلنا مثل ما تقولي يعني هيئة وطنية لمراجعة المناهج نعم شلنا كل ما هو عنصري بعثي قومي ما أدري إيش عنصري شلنا لكن مع الأسف بعدين حشك مواد يعني لا تليقوا والنظام الديمقراطي والمجتمع الديمقراطي حشكت كانت طائفية شون السن يصلي وشون الشيع يصلي وشون كذا ما رحنا على الدين والإيمان رحنا على قضايا تفصيلية تفصيلية ما رحنا على الإيمان رحنا على غير شي وطبعا ما يعني لحد الساعة ما قدرنا على هالناس القائمين إنه مثل ما يقول مستأثر بالسلطة وإذا أخذها الوزارة من الباب للمحراب جمعتها هس وبعد عندنا لجنة خاصة بمناهج التربوية والمطران جانس ليمان نعضوا فيها بالنيابة لكن ينظر بما يخص المسيحية فقط وهذا خطأ كبير يجب أن يكون هناك ناس وطنيين علمانيين ما لا علاقة بالدين ناس يعني تربويين فعلا مختصين اشترون ربي نقوم أجيال مستقبلية أدنى خلل كبير لجنة التربية لا زالت مقصرة بهذا الاتجاه نحن بحاجة أنا قبل شوي حتشيت بحاجة إلى قرار دولي ملزم على كل الدول على كل العالم حتى لا ننتج دواعش أو قنابل منهجية هنا منهج وفكر وويروسات فكلامي صحيح اتفق معاش مئة بالمئة لا زالت تقصير موجود لا زالت منعجنا لا تصلح بالأقليم أنا كنت وزير كان برامج من بغداد تترجم إلى الكردي زيد يعمل وزيد تغسل ملابس وتنشر ملابس رفضوها اليونسك قالوا لا هذا تمييز ديسكريمنيشن بين الرجل والمرأة هذا يعمل وهذه تنشر ملابس يعني ليش إذا تنطي إشارة وكانها والمرأة بس تغسل ملابس تنشر وذاك يعمل بالمعمل ليش ليش المرأة ما تعبل بالمعمل فأردقول يعني أكو خلل كبير بتمييز وتفرق بالبرامج مالنا مو بس كأديان وإنما حتى كطوائف ومذاهب وحتى كجندر جندر استوباد يعني كل شيء يراد لتنقيه وتطهير برامج فعلا تنسجم والتوجه الحضاري والديمقراطي والإنساني أنا أعتقد أستاذ يوسف عده في هذا موضوع أريد أن تحدث عندي موضوع بس تعقيب على هال نعم أنت ممثلين شعبنا المسيحي أو الكلدان السريعي الأشوري خمسة وأكو مثلا المكونات الأخرى نعم من تطرحون أي شيء قضايا على تغيير المناهج يعني قضاء المدنية دعم ديمقراطية نسبة التأييد أقول لكم بالبرلمان شكت هي يعني تقريبا يعني كم واحد يأييدكم من تطرحون أي شيء قضايا شكت على ماذا أنت طرحت شطرحت يوم صارت الكارثة طلعت ببيان سبع نقاط مهمة جدا اللي هذا لدي يصير ينقذنا رواتب الموظفين تستمر البيوعات اللي كتبوا على النون وراء مرفوضة كل البيوعات مناطق داعش رأسا الكل قام السنة والشيعة وكردي كلهم قاموا معي وصار يوناني مسلي يعني بالإجماع تقريبا تصويد ولكن لما انتروح على الشيء مفصلي مثلا قانون البطاقة الوطنية إلى أن قاطعنا الفرلمان فرض أسلمة الأولاد القاصرين ما استجابوا حتى اللي كان يشرب مثل ما هم يسمون منكرات صوت ضدنا حتى اللي يشرب منكرات هذا الموضوع رد أسلك أريد أقول يعني بيها شيء وشيء يختلف أكو جوانب قضايا ما لا رواية تأثير جانب الديني يستجيب معي ولكن عندما تأتي إلى قصة الدين والشريعة والكذا قاعد لقرقب ونص مننا وثنين ثلاثة مننا خلاص المرجعية ما تقبل فكلهم رأسا مهمة شغلة إلا أننا ما عندنا ديمقراطية إحنا عندنا إسلام دي يفرض نفسه يعني الفكر الإسلامي بطوائفي إسلام السياسي والنفاق السياسي أيضا النفاق السياسي مو بس إسلام السياسي النفاق دا أقول لج اللي يشرب منكرات دي يصوت كشريعة دي يصوت ككذا أنت شنو علاقتك أصلاً صوت كشريعة أنت تشرب ويسكي وتشرب بيرة عادي بينما أسلمات تقول لا أكرهها في الدين لا يقول لك باديشتون إحنا قارين ما عندنا وجهة نظر لماذا تدخلنا بهذه السؤالة ما عندنا وجهة نظر إحنا مو هاي الآية نفسها نفسها وأول مرة لاغيك من يقول لك لا أكرهها في الدين على أساس أنه هو ديمقراطي لكن اقرأ الآية من الأول قل يا أيها الكافرون هو رأساً مكفرني يا حبيبي مو أنا ما أقدر أسولف مو إحنا برنامجنا مو سياسة مو أنت من أنا أقول هو دي يقول لك إحنا ديمقراطي لا أكره في الدين أيبا ديمقراطي جدا دقرأ الآية من البداية قرأها قل يا أيها الكافرون إشارة أنت كافر حبيبي بالقرآن 26 آية تدعو إلى القتل إله القرآن 26 آية تدعو أنه تقتل الآخر لميأمن بعقيتك أنا ما أريد أدخل أنا ما أريد أدخل بس أنت تدخني بس أستاذ كريم إذا تسمح أكو قول أسه بالعراق يقول بزمن صدام الشعب العراقي كانوا يصلون بالبيت ويشربون بره بعد 2003 يصلي بره ويشربوا بالبيت عدة اتصالات بس نأخذ اتصال من الأخ ماجد تفضل أخ ماجد مرحبا أخ كريم وأهلا بظيوفك الكرام أهلا وسلم السؤال مختلفة إلى النايب ينادم كنة وسؤالي هو من شقين أيوبي نعم الأي هو هل تعتقد سيد النايب أن حكومة الأبادي منذ تسلمها الحكم تتكلم عن الفساد هل هي نهاية قادرة على القضاء على الفساد الإداري المستشري بين بعض من يمثلون أحزابهم داخل قبة البرلمان العراقي وإن كان جواب نعم كيف إن كان جواب نعم كيف بمساندة من معلوما بأن أي حكومة أو رئيس ليس له قاعدة شعبية في داخل الوطن من الصعب أن يجد كل الحلول لمشاكل البلد واحد ثاني ما موضوع هؤلاء الرؤساء الذي أذين لهم كل واحد جيش من الباديغار من يدفع لهم من جيد من جاوبنا رجاء وشكرا شكرا أخ ماجد شكرا عزيز يعني بداية علاج الفساد والمحاسبة المفسدين العملية بدأت أنا قبل قليل حكيت شلون أقدرت أن ألغي المادة 136 باء من قانون أصول محاكمات الجزائية التي كانت تمنع المحكمة والقضاء من ملاحقة المفسدين وتشترط في الملاحقة تربط الموافقة الوزير حتى يسلم المدير عام لغناها 300 ملف لمسؤولين كبار بالدولة كانت عرف ما حد يقدر يلاحقهم ليش؟ لأن وزير ما يوافق هو مكلف الوكيل هو مكلف المستشار أو مدير عام شون يسلم هاي سلم 300 ملف هسه صار ظهره مكشوف هذا واحد الأعبادي الأخ العبادي هو فعلا جات ليحاول لكن أرى من الصعوبة القضاء ولكنه قد يخف كثير وقد أنه نعانج كثير حالات لكنه مو كلها بالكمال والتمام حتى في زمن المالكي أنا أتذكر الأخ المالكي طرت أو بالأحرى أبعد رئيس النزاهة قلت لأنت ليش سويت هشكل يا أبو إسراء قال أنا إذا أنطي له ملف هالقد ويخافي قدمي أقول له ليش ما تقدم ويقول أنا أخاف قال مجبور قلت له إذا أنت تخاف وخر منك عرفتش لون فأحيانا هذا الفاسد والمفسد مستقوي بتنظيمه مستقوي بحزبه بكتلته بطائفته وعليه ما أحد يقدر يقرب يما لكن واحد فقير مجرد مشه من يما ذاك الريحة شم وذبه بالسجن 20 يوم و30 يوم في حين هو بريء من التهمة ليش هذا نذب ونحكم سنتين حبش شديد في حين هو بريء افتراءا حكمه إلى أن نتلحقنا يا أبو تعالوا شوفوا هاي هي الوثائق هاي الدوكيمان المحكمة العليا رفضة نقضة القرار بينما الحرامي الحقيقي شوفه دايمشي بطولة لو بها المدينة لو بيش المدينة لو ببيروت لو بدبي المشكلة هو حماية الفاسد وحماية المفسد من قبل بعض التيارات المستقوية اللي هي مسيطرة على الحكم هذا واحد أنا عندي سؤال لا بس أخذ اتصال الثانية لا أكمل الجو أما الحراسات فالوضع البلد أنت من تتمشى بالسوق أو بالمدينة بدص الناس ما تقدر بليها حمايات أنت تريد تلتقي بالجمهور لكن مع ذلك دولة ملزمة بأنه تحميك هاي تفضلت به للنائب أو الوزير 30 حرس كانوا الآن 16 حرس بوجبتين يعني ثمانية بثمانية يعني ثمانية مجبورة دولة تحميك هذه جزء من قوات المسلحة العراقية سواء كان FBS أو كانوا من الأعقود الحمايات اللي هي على حساب الدولة هاي هي أما بعض الرئاسات فكلامك صح الآن العبادي سرحهم أو الحقهم بالجيوش في الجبهات اللي كانوا رئاسات هذا عنده سرية هذا عنده فوش هذا عنده كذا أنهاهم العبادي ما بقت حتى العبادي يمشي لك بأربع سيارات طبيعي جدا لكن هناك اليوم بعض أنواع المسلحين اللي هي مهي الدولة اللي 30 سيارة أو 40 سيارة هذه من الحشد الرسمي أو الغير الرسمي ما لا علاقة بالدولة هاي ما نعرف أنا رب العالمين ينطيهم فلوس من اللي يجيهم فلوس ما أدري بس أخذ اتصال من لأننا عندنا اتصالات هواي اتصال من أم نور تفضلي أم نور مساء الخير صباح الخير مساء مساء الخير تعتمدي من عندك خابرين أنا من كاليفورنيا بس السؤال عندي أريد أسأل والأستاذ ينادم أولا قبل بعد ضربة الكرادة من فارد ضربة الكرادة طالعوا على التلفزيون أنا شوف الشيخ اسمه السامرائي السامرائي كانت خطبة الجمعة زين خطبة الجمعة جدا للسامرائي قال الإرهاب داعش ما يفرق بين المسلمين والكفرة يعني على ضربة الكرادة بس أريد أفتهم يعني ضربة الكرادة يعني منهم ماكو أحد يسألهم هذا السؤال يقول لهم منهم الكفرة بالإراق اللي يخفضهم هذا الشيخ السامرائي يعني قصدت قصدت أن هؤلاء يصرحون في الجوامع لازم مثل في عهد صدام كان يسجلوا لهم وكان ضابط أمن يقعد بالجامع يسجل إذا أكو حشاية هذا يروحون يجرونه من خشمة ويحاسبونه عليها بس هسا ماكو رجال تحاسبه وماكو واحد يجرونه من خشمة اللي يحرض على القتل ويحرض على الكراهية أنا نفس السؤال يعني استاذ ينادم يعني إحنا في مناطقنا على الأقل في بغداد أو في كركوك أو في أربيل وقد ما يصدر هكذا يعني تخريفات أو كلام مثل ما يقول غير مقبول من هؤلاء الخطباء بالتأكيد ما أغذين إجراءات ورأسا إما طارديهم أو ناقليهم أو يعني معاقبيهم قبل سواء كانوا بالأقليم سواء كانوا ببغداد أو بكركوك ما ساكتنا عليهم إحنا لكن هذا مفروض يكون منهجي من الآن فصاعدا كل خطب الجمعة تكون مركزية مو بكيف يلغي ويخربط الملة اللي هي مقبولة من المرجعية الشيعية كشيعة أو مقبولة مرجعية السنية كسنة ما يخربط بكيفها ويحشي بكيفها ويحرض بكيفها كلام صحيح واليوم الجمهورية الإيرانية الإسلامية اللي أنتوا مراضين عليها في أمريكا خطبة واحدة عدوا مو بكيفة كل أحد يغني ويغرب فهكذا مفروض العراق وهكذا وكل مكان أن يكون خطبة اليوم مثلا إحنا شون مسيحيين اليوم عيد كل القديسين عنده خطبة مع كل القديسين قصة مالتك واليوم عيد ماركورغيس ولا اليوم عيد فلان الكل الكناش تحكي عليها لما أسألها بينما الجماعة لا قلب والجوامع إلى مراكس يعني القذب والتشير ضد الآخر على الأغلب مو بسألنا بيناتهم يعني هذا المذهب يسبب المذهب الثاني وذاك المذهب يسبب المذهب الثاني هذه فتنة سواء بالفضائيات أو بالجوامع يجب أنه أن تعالج بطريقة يعني تكون فعلا يكون قضية إيمانية وليس منبر منبر التحريض ضد الآخر الكراهية اللي حجيتها قبل شوية دكتور الفضل نعم أنا عندي سؤال السيد النائب يعني السبب لماذا يقدر العراق بالحكومة العراقية من 2003 لحد هاليوم تقضي على الفساد الإداري والمالي والاقتصادي وبكل أنواع هو القضاء العراقي أنتم لم تنطقوا شيئا عن القضاء العراقي وأساس القضية هو رئيس الأضاء قضاء العراقي اللي هو متحة آل محمود يا عمي عمره 94 سنة إذي روح تقاعد كافي ما لكم حق يعني تطلبون يا عمي أنت كافي روح تقاعد وانطي مجال للشباب بعد جواب أنا أخذ التصال عندنا التصال فضل بداية يعني أنه مو من يقدر نقاعده أو ما يقدر ثانيا أنا ما متهمة الرجال ما عنده هذا الشي ما يقدر القضاء يواجه إيران وتركيا وسعودية وقطر وأمريكا وغير الدنيا كلهم الدخلة بالعراق شي سوى بتحاد محمود هذا واحد ينتج لي دولة الجوار تنتج لي تبيع ليها بالسوق أقل من كلفة الانتاج بـ 50% 100% ينتج لي شبه بلاش مع عامل يتوقف كلها يجيني آخر من فطاح الكبار بالبلاش شي سوى القضاء أنا أطلع قانون حماية المنتوج العراقي أطلع قانون تعرفة القمرقية أطلع قانون السيطرة والتقييس اسمحيلي محاسبة الفاسدين خل دقيقة هالقوانين إذا أنا أطبقها ينتج الفلاح العراقي يعيش ما يصير مقدمة إيدا وهكذا أنا أنا يتفاع وخيار وطماطئ ليس أجيب من إيران ومن تركيا لكن الحاكم بيجزة قلم شنو علاقة بالقضاء من أكام الرأس يعني فاسد من الرأسية نعم فاسد من الرأس الحكومة مطبقت التعريفة القمرقية وإجت القانون حتى عدل ينفذ بقرار أو ببيان يصدر من الحكومة ليش حتى هو يستورد يسوي ملايين يجيبه ويموت الفلاح العراقي شنو قضي شنو الإنسان الجايع مجمونا يصير يروح يبوق يعيش لكن إذا أنا خليت الفلاح مالي بكرامة أنتج وباع ما يصير فاسد وهكذا الكبير أمسكا ما أخلي هذا تشبير يستحفظ على كل التجارة أخلي المصنع الصغير ينتج بالبلد زين يا أخي أنتو كبرلمان هذا أولا ثانيا نعم إذا أنا ما أمشي قانون محكمة الاتحادية قانون ما تسوي فراغ يعني بلا قضاء المجلس المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد صارنا سبع سنين متكمشين بيناتهم ثقة مفقودة سنة شيعة إسلاميين غير إسلاميين أكراد وعرب أخلص مننا أنا حتى ليه روح يمشي الدولة دينية لأنه الإسلاميين يريدون يفرضون عليها دولة دينية ما أقبل فماذا يقدر يحصل ثلثين الأصوات بالبرلمان وبقى القانون أعرف خلصت من الإسلامية ما قبلنا بالدينية هذا يجو على الطريق أوك ما إلى حق الرجل الدين هذا خلصنا مننا إجا كاكا مننا الكردي التحالف كردي ثاني ما عنده ثقة بالمقابل يقول للقرارات الاتحادية يجب أن تكون بيوناني مس إجماع ماكو قرار يطلع إجماع نزل نزلت للتربع هم قبله نزل إذا يقبل بالثلثين يمكن راح يمشي خلال الأيام القادمة فأحنا بشكل يمنى 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 القضاء لماذا تغنون بالأغلبية لأن ما عنده ثقة بالمقابل راح يمشي عليه قوانين وقرارات يعني 51-49 لا لا كلامك صح إذا أكو مجتمع عراقي بوصلة واحدة لكن ليست بوصلة واحدة بوصلة منا دينية منا علمانية منا سنية منا شيعية منا كردية منا عربية هاي المشكلة إذن خلنا أخذ اتصال أخيثم اعتمال عنده سؤال هاي المشكلة للقضايا اتفضل أخيثم معنا حلو مساء الخير على الجميع مساء النور حبيبي اتفضل مرحبا استاذ كنا شلانك اهلا سلام عليك شكرا اهلا سهلا بيك اهلا مرحبا يعني بس عندي مراحبة الكلام لأنه اتطور كثير والأوراق مستلطة لأنه عدة أمور نحجب بيها لكن يعني بس عندي نقطة معينة إذا ممكن تعليقك عليها لأنه حضرتك ذكرت أنه الأمريكا من احتلة العراق وكانت أكو فرصة ذهبية للعراق أنه يتغير ويتطور لكن احنا فقدنا هالفرصة بسبب ذكرت بسبب أخطاء ممحسوبة سوتها أمريكا يعني هالكلام شوية مدقيق استاذ كنا لأنه يعني الكل يعرف أنه موضوع الإداءة موضوع ضخم وممكن يطبق على كل شي ممكن كل شي ينحسب يعني هناك حسابات للإمبوت والأوتوت هناك حسابات للمخاطر وموضوع الرسك مانجمت موضوع ضخم فما فما أعتقد أنه دولة بهالحجم ما تقدر أنه تسوي خطة وارحة وتسوي وممكن أنه تحسب كل الإحتمالات الأحطاء دائما هي ممكنة لكن ما ممكن أنه الأحطاء تحول دولة من دولة بها مجال أنه تتطور إلى دولة بائسة ممكن تجعب 20 درجة لأحط أوكي عزيزي إحنا الفكرة وصلت وأعتقد أنا خلي أعلق نعم خلي أعلق الأستاذ لها يعني أنت أخذت نص كلامي الشقين أنا قلت أولا القادة ما كانوا وطنيين باتجاه بوصل واحدة أولا وصارت الصراعات كل من يدؤلوا هذا بوصل أولى كل الشيعية والثانية كل الشكردية والثالثة كل السنية وفقدان الثقة صرنا أسرى لصراعات قبل 14 قرن هذا جانب وقرن آخر أخير بين الكربي والعربي بغداد وعربيل والثالث أنه كان أكو تخطيط لعدم استقرار عراق من بعض الدول الجوار وتقسيم العراق هذا أيضا ومن ثم حلفاء أمريكا ما كانت أنهم خاطب بالا أصدقاءها بالخليج أنهم يكون يمولون هذا الأمر يعني في عبد يوتيوب تتحكي على بعض الأمراء تقول صورة وصوت عندي يقول أمريكا حطة 18 مليار حتى تسوي عملية سياسية ديمقراطية نحن سنضع 200 مليار وندمر العراق هذا يعني هذا الحقد كل العالم حتى ما تسموهم أنتم ما عندهم إيمان ودين كلهم عفوا العراق عن ديونه سواء نادي باريس ولا الصين ولا الروس جيراننا والدعمنا بعدهم معفوا عن ديوننا ليش فقضية هي فعلا ما حطت بحساباتها وأنا حجيتها وأكررها كذبوا على أمريكا وخدعوا أمريكا وخانوا أمريكا ولحد الساعة لأمريكا ما حد يخطط حتى يمطي صورة سوداوية عن بلدها الوطنية الأمريكية مو بهذا الاتجاه التخريبي لربما في أمريكا لوبيات نعم هناك لوبيات في أمريكا ما أصلا لا تعمل بأوامر أمريكا وإدارة أمريكا لها خططها الخاصة سواء باع السلاح سواء السيجاير تباكو سواء غير هاي عندها خطة مالته لكنه كدولة وطنية أمريكية ما أعتقد بالعكس تريد تنطي صورة بيضاء صورة جيدة هل ديمقراطية هل كذا يعني بروموشن تتسوي الديمقراطية وحق الإساء حق المرأة ما تنطي صورة سوداوية ترتد عليها سلبيا مو منطقة هذا وكل شي نعلقه بأمريكا ليش إما ذبحنا إمام حسين كان أمريكا هناك ليش منذبح وخفروا قبور إمام علي والآئمة بنجف كربل كان أمريكا هنا ما لا علاقة أكو عقل مضلوب بايروس بالجيران يجوا وذبحوا وكتلوا يتشفون بدماءنا وفرحانين بالذبح الدكتورة عندك تعقيب على هذا الحديث نعم أنا أريد أعلق أنه دور إيران أسمي القذر سمحوا لي أستعمل هذه الكلمة على الإعلام في تخريب العراق أين الوطنيين العراقيين الزين صار حركة الإصلاح وين صارت هذه حركة الإصلاح أكو تظاهرات تطلع بالشوارع نازة تحتج أين أين يعني ماذا سيكون مصير هذه هذه الحركة للإصلاح مع زائدا التظاهرات هل هناك شكرا دعم برلماني إلها دكتورة أنت حجيتي كأمريكية يعني أنه إيران لا لا كأمريكية حجيتي إيران وبس لا أنا أقول لك معركة تشالد إيران 1512 لحد الساعة تشالد إيران مستمرة بين الإخوة العثمانيين وبين الصفوين حسب قناعتهم عقلهم مو حسب أنا بين الخليج وبين إيران وإحنا بين الأرجل حربهم بالوكالة في بلادي فكلهم يتحملون هالمسؤولية ويتعاركون يصفون حساباتهم ببلدي يوم بدأ الربيع العربي قالوا ها نقلص النفوذ الإيراني بالعراق دمروا العراق صار نفوذ إيران في عشرة يعني هي فعل ورد الفعل أنت حضي كل الصورة إيد وحده ما صفك كلام الصح كان أدهم دوره لا يزال لكن هم بعدهم يعيشون ما قبل الثورة فرنسية إيران دولة دينية يعني إذا داعش واصل لك سامرة كانت مذابع بغداد يذبحهم كل السنة إذا هم داعش كان وصلت إلى سامرة وأهانت المراقل الشيعية في سامرة كان مذابع مئات الألاف كانت رح تذبح فقضية طائفية مذهبية يعني صدق يعني مؤلمة فالمشكل هي مو بس إيران إيران ومن مقابلها نعم وأنا حتشت بالبرلمان زعلت بعض الناس عليها قلت رغم أن تشالديرانو قد انتهد منذ أكثر من خمسمائة عام خمسمائة وثلاثة نعم لكن لهيبها لا زال مستعرا من الرقة مرورا بالخابور اللي خطف أهلنا ومرورا بسهلينينو وكاركوكا وإلى مندلي هاي خط النار مستمر إحنا وقود لهاللهيب وهذه حقيقة أستاذ الطرح مالتك حقيقة يعني أنا يعني ما شو يعني بس أكو شغلة نعم الشمعة بالعراق هؤلاء المسيحيين أعتبرهم هم الورد في هذا الشوك وهذا الخراب وهذا الحقد وهذا الكراهية والطائفية نعم هذه الوردة المسيحيين وأنتم تمثلون في البرلمان لماذا لم تكن لكم صوت بإعادة التعليم والمناهج الدراسية على أساس الوطنية البحتة لا على أساس يعني أنا وصلتني أخبار وأنت تعرف يعني وزير التربية من يجي يخلي الطلاب يدقون يلطمون يعني يعني يحشرهم ما أعرف أنا هذا الأمر الرجال سني يعني يعني معناها هم رح يقولهم رح يسوهم دواعش ها إذا سني رح يسوهم دواعش وذول إذا صار شيعي رح يسوهم للطامة دع تشيلك المشكلة أنه ما عدنا التوجه والمنهجية ببناء الجيل الجديد المستقبلي أنه القاسم المشترك هو الوطن وكلها تسعى إلى وطن هاي الوردة اللي أنا رح أمثلك بها يعني هذه المسيحيين اللي هم بالبرلماني القليلة 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 ها لازم يكون لهم مع الحركات المثقفة في البرلمان والحركات العلمانية التي تسعى إلى بناء الإنسان العراقي على الأطر الجديدة الأطر الحديثة الأطر التكنولوجيا لماذا لم تتفقوا وتبنون بناء يكون منهجية التدريس والتربية على أساس هذا الأساس أنا ما رح أطلب من عندك الجواب إلا بعد ناخد فاصل وأطلب من عندك جواب ناخد فاصل نعود أعزائي المشاهدين نعودة أخرى معكم وهذا البرنامج الخاص مع الأستاذ يونادم كنة أضو البرنامان العراقي أحنا سألنا سؤال لكن قبل ما يجاوبنا رح عندنا إعلان عن ندوة رح يتحدث بها الأستاذ يوسف شكوانة تفضل أستاذ يوسف تحدث عن هذه الندوة التي تقوم هنا تقوم بها طبعا مناسبة زيارة الأستاذ النائب يوندم كنة المشيغن باجر يوم الخميس رح يكون عندنا ندوة ندوة عامة نطلب من جميع الحضور يجون ويسمعون ويسألون أسئلتهم أسأقر الإعلان يسر وقاطع مشقا للحركة الديمقراطية الآشورية دعوة كافة أبناء وبنات الجالية الكرام ومؤسساتنا الوطنية والقومية لحضور الندوة السياسية للنائب يوندم كنة السكرتير العام للحركة الديمقراطية الآشورية ورئيس قائمة الرافدين وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس الموافق أربعة آب يعني غدا وعلى قاعة المشرق الذهبي بيلا الواقعة على ميل أربعة طاعش شرق شارع راين في مدينة سترلينغ هايتز الدعوة عامة للجميع نتمنى حضوركم ومشاركتكم بهذه الندوة تكون يوم غد ساعة ثمانية شكرا وإحنا بدورنا نحس الأخوة اللي موجودين في ميشيغن ومن خارج ميشيغن يحاولون أنه يأتون وإذا عدهم آراء اقتراحات فالأستاذ ينادم موجود ويسألونه بأشياء ممكن يعبرون عنها عن رأيهم في هذا الموضوع احنا قبل الفاصل اتحدثنا أستاذ ينادم عن هيكلية البناء الإنسان العراقي وفق التعليم التعليم المنهجي في المدارس وفي الكليات وفي يعني البداية من الابتدائية إلى الجامعة ما هو وجهة نظركم أنتم ما قدمتوا أنتم نعم بداية أنا حجيت الدكتورة سألتني نعم كان عندنا لجنة لكن اليوم هناك برلمان يجب أن يراقب إنتاج هذه اللجنة غير صحيح غير مقبول لا يزال في البرلمان قدرنا نزيل أكثر من ثلث المعطل فيما يخص المحكمة الاتحادية حتى لي يحصلون على ثلثين أصوات من أجل تكون أنه وجهة البلد الدولة الدينية عطلنا هذا الأمر يجو على الدولة المدنية لكن ما صرنا 50% لا يزال اللي يفكرون مثل ما اتفضلت بفكر فعلا وطني بعيد عن التربية أو التوجيه الديني والتشدد لا يساوي 50% يعني مفروض أنت عندك أكثر من 50% يعني يوم يوم صوتنا عن لغات الوطنية خلينا سريانية لغة وطنية زعلت مجموعة متشددة طلعت من برلمان يلا حصلنا على أصوات كافية أنه سريانية لغة وطنية رابعة حسب المادة الرابعة من الدستور ليش؟ لأن كان عندهم عقل مضروب فيروس تشدد عنصري قومي طلعت زعلت طلعت من برلمان يلا صوتنا نجحنا بها صارت قانونا اللغة الوطنية هذه أيضا يرادلها أنه فعلا نتكاتف اليوم مآسي البلد قد تقود إلى الأغلبية أيضا من الجانب الآخر أن يجي معنا لأن شافوا نتائج طلعت النتائج على الأغلب أتوقع أن يجي معنا مع الوطنيين مع الناس العلمانيين اللي هم موجهتهم وطنية فأنا دائما أقول عندنا أربع بوصلات الأولى الكل الشيعي وكل السني وكل الشكردي والوطني البنصر ملوية ما عندك هذا الأكثرية ولا الأغلبية أصوات فنوبات من هذول اللي نقدر يتفق معنا حتى نحصلنا في هذا شيء قرار اليوم المناهج هي أساسة تربوي لبناء المنهجية العقلية منهجية العقل الإنسان العراقي نعم في هذا الأساس التربية من أنت طال وانت ماشي فهذا اللي تفضل قبل شوية خطيب جمعة حجة حجة غلط الأخت اللي على هاتف من كاليفوريا الطالب الصغير دي ينظر إلى أخوه هذا شيء غليب سواء سنيع الشيعة أو شيعة السني هذا ما مقبول وهكذا على المسلم على المسيحي وهكذا على شلون خطيئة ليزيد دلاعت الممذكور بالقرآن نعم يعني هذا لازم قبل يشوفه يذبح فمشكل كبير بالبلد يجب أن نراجع فعلا وأنا أتوقع أنه بعد هالحر هالمظاهرات وبعد هالضوطات وهذا انكسار سعر البترول وماكو راتب ننطيق وراتبنا يزير خمسين بالمئة وإلى آخر هذه ضغوطات جيدة راح تخلينا مثل ما لغينا مادة مئة وستة ثلاثين باء الفين داعش هاي همين راح تخلينا نراجع كل القوانين وشفتوه كم يبعا قبل يومين بالبرلمان الصاروية وزير الدفاع بين وزير الدفاع نعم فراح تخلق فعلا حركة حقيقية داخل البرلمان أنا أتوقع أنا متفائل أنه ضد الفساد المبسدين وضد هذه الأمور اللي تحرف منهجية العقلية الرائعة ذول الناس اللي هم بالبرلمان والكتل السياسية الضخمة الآفات ذوله يعني هل ممكن أنه ما يتلعبون بالانتخابات المقبلة مثلا مثل ما تلعبوا بالانتخابات القبلة السادقة نحاول نقطة يعني كيف راح يصير موضوع النزاهة النزاهة لانتخابات أولا المفوضية كانت حزبية بامتياز وقصينا بامتياز برافو عليك حزبية بامتياز وقصينا بامتياز كمكون مسيحي هاي واحد اثنين قانون الانتخابات ثلاثة قانون الأحزاء وبعدين للإعلام وإلى آخره هذه هي الفلاتر اللي تنتج لك شي جيد اجو على قانون يعني اللي ما أدري يعني بس مرة واحدة طبق في دولة من دول العالم وفشل طبقنا سانديغو نعم فلازم لكل شي يتغير إعادة نظر تعديل قانون الانتخابات وانتخاب المفوضية الجديدة بمعايير وطنية وليس بمعايير حزبية ولا طائفية ولا طائفية طبعا ناخذ اتصال للأخ عامر ونشوف وجهة نظر للأخ عامر تفضل أخ عامر مرحبا أستاذ كريم أهلا وسهلا حبيبي تفضل سياد لك من ظنفك الكرام الرب يباركك أهلا وسهلا أخ عامر عزيزي كريم أهلا وسهلا أستاذ ينارم إنا فضل يسمعك ويسمعك تفضل بالنسبة هو أولا هو حضو برلمان ثانيا رئيس حزب كدوهش و ليش ما توقع أن يحتلون ثانين ليش ما توقعها هاي شغلة مسبعد يعني وظل داعز البرلمان وبغداد ولا حرك ساكل صراحة أخ عامر وخلانا كلتنا نتهجر وخلانا خل المسيحين ينامون بالخيار هاي هذا كشق الأول شق الثاني إلا ممكن بالنسبة الرئيس الجمهورية الرئيس فؤاد معصوم ينبنات منو خلاهم مستشارين مع العلم رواتبهم عالية إلى أبعد الحجود يعني هاي واحدة وقلت عن رواتب المحوقين رواتب المتقاعدين المحوقين ورواتب المتقاعدين خطية وانطلعهم ليش شنو المعنى هاي يعني شكرا أخ عامر وصلت الرسالة مالتك ووصلت أسئلتك أحناكي إلك وإنهم شكرا جزيلا أخ عامر أعتقد هو عند السؤالين إذا سمعته نعم نعم أنا أبدأ من الثاني أولا حتى أختم لك الأول نعم الثاني بالتأكيد سيد رئيس الجمهورية رجل كبير السن ويعني ربما أنا ما أبرر له لكنه بحاجة إلى ناس قريبين من عنده حتى يقوم بواجب لو كان عنده ولد آخرين برنامج الدوائز عنده برنامج آخر يعني رجل كبير بالسن فمضطر جايب بنتها أما قصة الرواتب هذا معاك مية بالمية وما مدقيقين ما محققين هل هي تأخذ الراتب أو بتأخذ الراتب يعني هناك كثير من المسؤولين بالدولة يعني بسبب عدم الثقة بسبب هذه التهديدات يعتمدون على ناس مقربين من عندهم أحيانا يعني مدى أبرر لكن هذا هو واقع كبير السن وفعلا يعني عنده معالجات ومريض دائما فبحاجة إلى ناس مقربين يديرون بالهم عليها أما الأول أستركننا هذا ما مبرر دا قلتش مدى أبرر لكن هي أنا مواطنة عراقية لن أقبل ولن أوافق ولن أتفق معها نعم نعم فتاريخ تاريخ البنطقة يعني من زمن خليفة أبو بكر كان رجال شبير توفى ملح أو يقتلوه لكن من خليفة عمر وعثمان بن عفان والإمام علي وإلى آخره وأبن الإمام حسين واحد الثاني هذا بالخنجر هذا ذبح هذا ساطور نحن خلينا نرجع الخلفاء اسمحيلي لقيقة قصدي شنو ماكو ثقة أكو أزمة ثقة أكو أزمة ثقة أكو أزمة ثقة مجبور يجيب من المقربين ما لا أنت تحكين بالدولة يعني جمهورية أفلاطون ماكو ترى بالمثالية إذا أكو قانون مثالية جاي تحكين اليوم واقعنا صعب يعني الناس مقربين أما السؤال الأول قال أنا خليت سهل نينة وأكذا وكذا أنا أسأل أخ عامر شنو رأيك سونامي هم آني سوتي يعني مثلا هذا السونامي صار في عابان من وست معنا من وست جابلنا إحنا واحد من ثلاثين وثمانية وعشرين إحنا سنة الفين وخمسة ضغطت سويت فوج خاص للمنطقة يحمي المنطقة دمروا للفوج بعين عينك بلا حياء دمروا شتتو وحاولنا ألفين سبعة هم نفس الحالة ما خلونا يصير عد نقوة قالوا أحنا موجودين روحوا أن تناموا بالبيت طمنوا لكن من إجا داعش إن شاء الله ومشوا ما بلغوا الناس إحنا رح ننسحب فموسوش إحنا أكو ناس حكام بأمر أمريكي استلموا المنطقة بأمر بقانون بنظام استلموا المنطقة هم أنطوا كلام شرب يحموها ما حبوها أو بالأحرى ما قدروا يحموها فهي حقيقة وإلى الآن مشكلة لكن أنا كان فعلا الآن نحاول نقلل من خسائر شعبنا هذول البايقين بيوت يوميا يوميا دمكننا ببغداد عركة ويق عمليات بغداد ويالمافيات الخاطفين القسو اللي خاطفين فلان نحاول جهة إمكاننا نرضي ضميرنا نرضي الله لكنه هذا القدرتنا عدنا اتصال من سمعان مرحبا جورجيس من أستراليا نعم جورجيس من أستراليا من أستراليا سلام عليكم سلام المسيح عليكم كلكم الأخي كريم سلام ونعم سلام بكل شيء أقدم شكري وتقديري للقناة الهرانية تسمعني نعم نعم سؤالي سؤالي شوية جريء موجه إلى السيد ينادم كنة نعم تفضلوا قال السيد ينادم كنة كما أشر بأصابعه بأن الريموت كونترول بيد تركيا والسعودية طيب باعتبار العراق حليف لأمريكا وأنها أقوى دولة في العالم والسيد ينادم كنة صديق حميم لهم قبل عام 2003 وبعد 2003 حليف ألمان الأمريكا وحلفائهم نعم الأمريكا ليش ما يطلب سيد ينادم كنة من أمريكا بغزو ومهاجمة تركيا والسعودية مثلما هاجمت مع حلفائها العراق بلد الحضارات ودمرت شعبه وتراثه لأن الصديق الوفي يضحي نفسه من أجل صديقه الشوق شكرا السؤال واضح شكرا أستاذ ينادم نعم نعم في دعوة أنه أنت أطلب من أمريكا مع الأمريكان علاقات وصديق لأمريكا ولماذا لم تطالبهم بوقف إمدادات داعش من قبل الحلفاء حلفاء أمريكا نحن كنا صريحين مع أمريكا ومع حلفاء أمريكا في المنطقة هنا وليس هناك يعني هناك ما كنا لدينا هذه العلاقة هذه الاتصال والتواصل نعم طلبنا مما طلبنا وكشفنا أيضا وبالإثباتات ولكن أمريكا لها أولويات ومصالح لم أستطيع أغير أولويات أمريكا أمريكا كانت في يعني ما أكشف سر أقول هناك سراء دولي الروس من صفحة وأمريكا من صفحة وخلف أمريكا هناك على الأرض تركيا بس عندك شعب ينذبح كلام صحيح نحن مساكتين بس لا أستطيع أن أغير أولويات أمريكا لكن هذا لا يعني أن أمريكا ستسكن أمريكا ستساعدنا وستضغط لا يزال لكنه يعني لا أستطيع أقول لك أمتى يعني أولوياتها مستمرة أولويات واحد وراء الثاني لا تستطيع تكمز مرحلة على أخرى لا تستطيع تختزل أو تحرك مناطق تحرك زمن أمريكا مستمرة بهذا الاتجاه ولكن هل يجي منها حاليا ورح يشوفون الأيام القادمة السنين القادمة ما يبقى هذا الشيء اللي هسا حاليا يعني احنا قلنا موصل تأخر تحريرها بسبب التداخلات الأجندات اللي هي عربية مثلا مع بغداد اللي هي عربية غير ليست مع بغداد أو هي مع تركيا أو البرنامج التحالف الكردستاني قليم وإلى آخره فضمن هالطروحات بواشنطن قلنا زين هاي الدبابات التركية هي مقبولة تشارك ما تشارك رح تخلط الأوراق سين مشكلة بتجلسة العامة مجاوبا لكن بتجلسة الخاصة أبو المجل الأمن القومي قال لا ما رح يشارك احنا مراضين تشارك واحد من إخوان قال إذا ما سمعكم أردوغان قال قبل الإنقلاب ما كان يسمعنا لكن بعد الإنقلاب والشسم يعني حيثيات جاي تختلف متوقف مثل ما هي ثابتة وإن شاء الله كل هالإرهاب اللي هو بالمنطقة يجي دورها إن شاء الله آمين وأمريكا نتمنى أن تستمر على دعم المو المسيحي وإنما مبادئ الإنسانية نعم اللي هي فعلا مبادئ في أمريكا أمريكا 350 62 وهوية نعم يمنى أربع خبس مقاريد نعم يعني مو منطق أنهما تبقى تذبح بعض نحن عندنا اتصال أستاذ ينادم نعم من سمعان فضلك سمعان انتع الهواء شكرا فضل حبيبي شكرا أستاذ طارق سلام مسيح معكم ومع خطارك أهلا وسهلا شكرا أنا السؤالي لأستاذ ينادم كنة نعم يطينا نموذج من دولة إسلامية اللي اتطبق دمقراطية باعتقادي أن الإسلام لا يعطي مجال لأي حكومة أن تكون دمقراطية لازم تكون راجعة إلى مرجعية نعم حتى أن كان المهم منظور أنا أصحح لك نقطة المنظور الإسلامي للديمقراطية منظور غربي كافر هذه الديمقراطية منظور إسلامي كافر ما ما كوشي اسمه بالإسلام منظور ديمقراطي ولا دولة إسلامية تستطيع أن تطبق الديمقراطية هذا السؤال ما تك نريد يجاوب علي هل في دولة إسلامية تستطيع أن تطبق الديمقراطية يعني بداية بكل ما في الكلمة من معنى صعب جدا لأنه أنا في أثناء كتابة الدستور انتقدت بعض المساعي في المادة الثنين عندما يقول الإسلام دين دولة أنه لا يشرع قانوية تناقض وكذا كذا فدخلت مع أحد الأقطاب الكبار في الأحزاب الحاكمة فقال لا إحنا ديمقراطية مجرد أسلوب الحكم يعني مو مجتمع ديمقراطي لرفض أن يكون مجتمع ديمقراطي وإنما أسلوب الوصول للحكم يعني أنت تجي بالطريق ديمقراطي على الحكم بعدين تسوي بكيفك فأنا أتفق لكن أنا أرجو من الأخين لا يحسبني أني لا آيات الله ولا عجة إسلام ولا مرجعية من النأزهر أنا مو محامي الدفاع جاي حتى تسألني لكن أكو مبادع عامة التعايش المساوات العدالة الاجتماعية يعني التداول السلمي للسلطة هذه مبادع عامة هو خلي رؤي يتحجب كيف بس أنا ما يفرض عليها الحجاب أنا ما يفرض أسلمات القاصرين عليها ما أقبلها أنا أحر هذا بلدي أنا مو جال يرايح ببيته هو جال بيتي فأريد أقول يعني أن هذه المبادع العامة اللي هي قيم مشتركة ليش إجاسيسي دمروا مصر من إجتها هلأ جماعات الإسلامية المتشددة يعني الناس راحت تتفتش بالمزاب تأكل خبز من تنكة الزبل زين فرأسا صار هذا اللي صار ودعمة العالم سيسي سيسي رجع رجع المسار شوية عدله فأريد أقول أنه ما يقدر يعيش أنه الفكرة الواحد دين الواحد قوم الواحد ماكو هذا الكلام لازم يقبل بالتعددية pluralism ولازم يقبل بالآخر فمشكلة إقصاء الآخر ثقافة إقصاء ثقافة الآخر ودين الآخر هاي مشكلة بلوة هاي جربها نازية جربتها وجرموها غيرهم صدام جربها ما يمشي الحال ذولا ماشيين على قرآنهم ويقولهم القرآن وطيعوا الله وطيعوا الرسول وأقولوا الأمر منكم يعني كل من أولي الأمر من عدهم لازم يطيعونه ما يطيعون ينادم كلنا ولا أفكار ينادم كلنا هذا بلدنا خلاص هم و هذا فكرهم نحن سكان العصليين لهذا البلد هذا اللي إحنا نحكي عليه هذا اللي نكشفه أنا أجيب لك أشياء من القرآن القرآن يقول لك ومن لم يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين أنت تحدث لك عن عقيدة وقرآن والسنة أنا متحدث عن هذا بس أنا أردأ سيلك سؤال الإسلام والمسلمين لا يعني المحمدين بربالك المسيح أيضا يعني حسب عقلية الشريعة ما لتهم مسلم يؤمن بالله يؤمن بالآخرة وآيات ما لتهم موجودة الذين هادوا هادوا النصار والصابع عزيزي هاي نسخت وإنت المات عرفة كلمة نسخت النسخت ومن نسخت دقيقة نسخت نسخت دقيقة دستور هو دستور أصفيلك على حل من الأليف نليا هو دستور إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ماكو شغلة اسمه مسيحي ويهودي وبودي وكذا ومكان آخر يقول الدين معاملة أي دين معاملة هذا هذا القرآن فلهذا هو مشكلتنا بالقرآن مشكلتنا بالقرآن بس عندنا يعني سؤال أنا اسمح لي أستاذ يوسف سؤال يعني أنا أريد أقول الكنيسة هي الممثل الروعي للشعب المسيحي وأنتم تشاركون في التمثيل السياسي لهذا الشعب متى يكون هناك خطابا موحدا بينكم في مواجهة المخاطر والمصير المشترك السياسي يمكن أن يخرج ويذهب لدولة أخرى لكن أين تذهب الكنيسة على سبيل المثال يعني نحن كحركة وطنية أو حركة ديمقراطية قومية وطنية ما عندنا يعني هل مثل ما تقول تداخل بالشؤون الدينية والمذهبية والطائفية لكن نحن على تواصل وتنسيق مع كل مرجعياتنا الدينية في البلد يعني موقفنا مشترك إذا إجت قضية إلى علاقة بالدين كنا مع بعض إذا إجت علاقة إلها باللغة والثقافة كإثمية إثمية يعني تقريبا 96-70% من البلد أبناء باب الواشور نعم رغم أنه بعض الناس تريد تركب موج هالقومية وذي شي القومية هي قومية واحدة إثمية واحدة لغة ثقافة تاريخ مستقبل مصالح كلها فأحنا دائما على تنسيق وتواصل رغم أنه مراضين على كثير أمور لازلنا باتجاه صحيح كتجمع تنظيمات وكتنسيق مع الكنيس لا ندخل شؤونها الدينية نتدخل لكن شنو نتشاور فيما بيننا بين فترة وفترة فالكنيسة تقدر يعني تقوم بواجب أكثر لكن تحجيم وتقزيم الكنيسة في قومية معينة أو تقزيم القوم في كنيسة معينة هذا خطأ فادح فرب العالمين بالكتابنا المقدس يقول أعطي ما لقيسة لقيسة وأعطي ما لها لله لكن هذا لا يعني أن نكون معجولين حياة بيناتنا وأن لا يعني أوجه تقارب قوة مساندة يعني هذا الموضوع يعني هل موجود هذا بس قبل ما تجاوبني عدي اتصال من أخاني أخذ اتصال من الأخاني بفضل أخويا مرحبا أهلا وسهلا بي طبعا نحن أول مرة نشرف بينات نحن في أمريكا وإنساء الله باتشر راح نشوفك على العشاء في المكان ذاكي المعين طبعا أول مرة أنت نحن نجا نتنفل بس الشعب الكلداني العاشوري السريالي وإنما أنت منتخب من قبل جهة كبيرة من الشعب العراقي نتحدث مثل كل الجهات العراقية الأصيلة التي تؤمن بالوطن أنت ما جاي ممثل من الثورة بس ممثل لمجموعة معينة ليحمر من السيحين مثل ما نقول لا وإنما أنت نعتبر كإنسان وطني عراقي أصيل تنثل كل الضوائف والمجموعات العراقية السؤال الذي عندي هو طبعا نعم تنسمع بالحين والآخر أنه أكد بعض المجموعات التي شجعت وحملة السلاح هي مثل منظمة أسمعت بي أنه الدوحنوشة أو منظمات أخرى حتى ماذا أشوف أنه أكثر من منظمة تحمل السلاح هل أكو مجال أنه أولا هل زوعة هي مشاركة بهذه المجموعات التي نتشرف بها ونعتبرها تفخر ورمز لنا وهل هناك أمتالية أنه تجميع كل هذه المجموعات في جبهة واحدة معينة لأن تكون قوية وقادرة على تلبية مطاليب الشعب العراقي والشعب العراقي ككل وبالإضافة من الأقراض والعرب واليزيدي وجميع الظواعف الأخرى لأن أتصور أنه كلهم المثلون مكونات الشعب العراقي وشكرا شكرا عزيزي شكرا إليك أنا أتفق مع كلامك بي بالمية وبابنا مكتبنا مفتوح من بصرة إلى زاخو يجوني مراجعين سواء من الجنوب سواء من الغربية يجوني من كل العالم ولا يوم قلنا الواحد ومن ولا وأغلبهم يعني الناس مرموقين من قضات من قيادات عسكرية من ناس فقراء وأنا ليش ما أخذ لجنة العمل والشوء اجتماعية اللي هي الأكثر وعلاقة بالناس المستضعفين بالمعوقين بالتقاعد وقرشي هذا كلام صحيح لكن أنا مثل الفلتر بالبرلمان من يدوس على خصوصيات المدينية أو خصوصيات القومية التقافية أنا موجود دائما هناك مثل ما يقول رقبونوس عطلنا وتعطلنا من البرلمان أكثر من ثلاثة سابق اضطر البرلمان بعد ضغوطاتنا القوية أن يوقف يأخذ قرار أنه وافق على مطلبنا تعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية حتى يرجع ينطي حق الأطفال القاصرين لهذا المكون لأن الأغلبية صوتت أنه بأسلمة القاصر فمن اللي يدافع أنا مجبور أدافع هذه الخصوصية لهذا المكون اللي هو مكون أصيل وصحب الأرض اليوم يفرض عليها عقيدة غصبا عنه الأغلبية تفرض عليها اللي هي أيضا تدفعني للهجرة وإثني تطهير عرق لشعبي وشعبي أيضا جزء من البلد عدا كونه الشعب العصيل فهذا كلاما صح لكن هاي هم موجودة أما الشقة الثانية من سؤالك احنا من اليوم الأول يعني الأيام الأولى لسقوط سهل نينو بالداعش أعلننا ببيان رسمي أنه احنا طالبين حماية دولية أولا وثانيا شكلنا وحدات حماية سهل نينو الفرق بيننا وبين أخواننا الآخرين رفضنا أن نكون جزء من جيش كذا لونا أو كذا لونا قلنا يجب أن تكون لنا خصوصيات في هذه المنطقة اللي تسمى بالمتنازع لحين إعطاء الحق لأبناء المنطقة بالاستفتاء اللي هو يقرر عن نفسه حرية الإرادة والآن أيضا قبل حوالي كم يوم يوم 16 تموس اجتمعنا بسيد مسعود البرزاني رئيس أقليم طلبنا أيضا أنه ما تفرض علينا الاستفتاء الآن لأنه الناس ما عندها خبش تأكل مو هسا وقت الاستفتاء اقتصادك بالسماء اقتصادي جوه بالتأكيد واحد يبلع الثاني لا حتى لو كانوا كلهم أكراد المفروض من مرجعية أقليم أن توقف هسا يتوازن يتساوى ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا هذا كل الوقت يكون إرادة حرة يستفتاء فأحنا نعم عندنا وحدات حماية سهل نينوى تأخرنا أشهر إلى أن قبلت مطلبنا أن تكون فعلا هي كمرتبطة بالدولة العراقية ملزمة مثل ما الفشمرقة مرتبطة بالدفاع والدولة العراقية هكذا وحدات حماية سهل نينوى وأن تكون في مناطقنا مشروطة يمكن ما رضوا علينا الحجر الشعبي قياداتهم رادونا نكون حالا من حال البقية اللي هي مثل ما أنتو تعرفوها مربوطة بأين إحنا كنا جاينا مناطق شمال موصل وقبل شهر ونيف أخذنا الموافقات نكون من شرق الموصل أيضا خازر فوج شمال الموصل فوج شرق الموصل أما ما تفضلتم بأسماء عديدة نعم موجود أسماء عديدة لكن هناك قوتين قوة موجودة على الأرض تابعة للإخوان بالزيرفاني بالحزب الديمقراطي اللي هي لازالت مو بالجبهة وإنما تنتظر ما بعد التحرير كتسمى حراسات سهلينوى بعدين بعد من سير بعد التحرير على الأرض بالتأكيد هذا الكلام راح يجي يتطبق اللي تفضلته لكن هسه واحد قاعد مثلا بالقرية أو بالبيت والله أخو بالجبهة من يقدر نسير واحد عدل مرجعيته مختلفة باشر بعد من سير داخل سهلينوى فعلا بعد التحرير وتكلمنا وتحدثنا في الديسي واشنطن ديسي عن هذه الأمور الشرطة المحلية والأمن المحلي يجب أن يكون من أبناء المناطق وقبل لهذا الأبطلب يكون من أبناء المناطق وليس من الأحزاب ما لا علاقة وحدات حماية سهلينوى و350 ماكو ولا عشرين من حركة بقية كل بشكل عام الأحزاب بشكل عام بس هذا موالين هذه الوحدات من أبناء شعبج ما تقدرين تقولين ممنوع واحد من حركة يجي انضم ولكن ما لا طابع قائدها ونائب القائد ومراء الفصائل ولا واحد من حركة يعني ما لهم احنا جبناهم كأبناء المنطقة بيها يمكن أحمر شيوعي بيها بيكن غير شي بيها بعثي ساعة قادة عسكري معناها عسكري مهما كان مهم ماذا إذن لكتورة ناسك الفاصل شوية هم ترتاحون ونعود مرة أخرى عودة أخرى حبائي المشاهدين وهذا البرنامج الشيق الذي تحدثنا فيه في كثير من النواحي والمحاور التي تخص شعبنا والظروف التي مربع بلدنا العراق عدنا اتصال من أبو شهيد ناخد الاتصال ونتحدث آمين ناخد الاتصال من أبو شهيد تفضل عزيزي ألو نعم تفضل مساء الخير أهلا وسهلا مساء النور سلام الله ومحبة الله مع جميعكم ومع مقدم البرنامج من ربي باركك عزيزي أهلا وسهلا سؤالي إلى الأخ ينادم كنه نعم تفضلوا أرى من من تأسيس الدولة من السنة 2003 إلى الآن لم أسمع لماذا قطع رواتب الشهداء الذين آبائهم موظفين هل آباء الشهداء هم الذين قالوا للحكومة تعالوا خذوا أولادنا وزجوهم في الحرب ليكونوا شهداء هل ليس من حقوقهم أن يستلموا رواتب الشهداء أليس هذا إجحاب بحق جميع الوطن وهذه ضربة وهذا نقص بقوانين مجلس الذي يشرق هذه القوانين أليس من حق نادم كنه وغيره أن يعترض على هذه القوانين وصلت أخويا أبو شهيد وصلت الفكرة أنه لأن الأستاذ ينادم هو مسؤول عن هذه الأمور الاجتماعية في المجلس البرلمان أنا أريدك الدكتورة بس خلي جاوب علي وبعدين أنت سؤالك بداية هذه ليست قوانين هذه ضوابط وتعليمات مالية من وزارة المالية لم يشرع هكذا قانون هذه قوانين سابقة لا زالت نافذة إلا إذا ألغيت أو أُدلت فأنا أتمنى هذه الحالة أن تُعرض يعني أنا ما مر عليه إيش حالة لكن مع ذلك أنا أكون ممنونك إذا تقدم من خلال ممثلين هنا أنا أستاذ منه الرزوقي أو خلال أستاذ يوسف جماعة يوصلنا هذا المطلب حتى نقدر نلاحق هذه التعليمات والضوابط حتى نقدر نعدلها أو نصححها لربما هي فعلا حالة عامة وليست بعض الحالات المخاصة لأنه قليل جدا آباء الشهداء بعدهم هم أحيال لأن الشهيد آخر شهيد إذا كان شهيد أيام القادسية طدام يعني وين 88 وين نحن اليوم يعني نادر جدا هكذا حالات مع ذلك أكون ممنونك بالتفصيل تكتب هذه الأمر إلى سيد وزير عمله شيء اجتماعي بواسطة النائب يونادم تذكر وأنا إن شاء الله أتابع شكرا جزيلا يمكن إذا موجود في منطقة ماشيغان يحضر بأشر ويلتقي بي أنت عدكم موقع مثلا تقدر تعلم عن موقعك موقع الأستاذ يونادم عدنا موجود كلهم موجود بعد ما تتحدث الدكتورة نمطيك فرصة أنه تتحدث في هذا الموضوع دكتورة عندي السؤال نعم عندي الأستاذ يوني آدم الحقيقة هذه فرصة ذهبية أن أطرح هذا السؤال بحضرتك وأتمنى أن يوصل صوتي إلى البرلمان العراقي أنا من الموصل وعايش في مدينة الموصل وموصل يعني عزيزة علي متى يحاسب من سلم موصل بهذه السهولة متى يحاسب هؤلاء إن كانوا سياسيين إن كانوا إداريين إن كانوا ميليشيات من كانوا متى يطرح هذا يعني هذه القضية متى ضحايا سنتين ونحن ننتظر متى يعلن عنه متى تجري المحاكمة يعني الموصل سقطت أو باللحرة كانت وسيلة لإسقاط النظام بالعراق والعملية السياسية أنا لا أقول من حسن الحظ من سوء الحظ كنت أضو باللجنة تحقيق سقوط الموصل نعم عدنا مية وحوالي مية وشتة وثلاثين ورقة نتائج التحقيقات مارنة مع كل القيادات العسكرية والمدنية وياها الرمادي طبعا أيها الرمادي الموصل تحديدا هي كانت البداية الأساس الأساس نعم سقوط الموصل نعم ما بقينا لا وزير لا علاقة ولا دفاع داخلية سابق ولا حق ومحافظ وإلى مجلس المحافظة وإلى كل الأشخاص المعنيين من قيادات على الأرض على الميدان استتم استدعاءهم وحتى القيادات الشبيرة دزنا اللي دز كتابة وقعها تأفاتها فمن يمكن من يقول من سلم فلان سلم الموصل هناك جهات عديدة سلمت الموصل وإنما تسليم الموصل ما كان تسليم وإنما كان نتيجة لسياسات خاطئة لقيادات سياسية كبيرة بالبلد نتيجة لقيادات كبيرة بالبلد أولا الموصل ساقط منذ خروج الأمريكان 2010 ساقط منذ خروج الأمريكان محتلة صورة غير معلنة من قبل بقايا أي تام النظام الساوق والقائد وغيرهم وكل شهر كان يلمون من الشارع بده بالخمسة مليون دولار إلى الموصل وعشر مليون دولار بالشهر هذا واحد كل مولدة لازم تدفعها كل صيدلية وكل دكان وكل دكتور وكل بزدسمان كل جباية القاعدة والبعثيين كانوا حوالي وصلة لآخر عشر مليون هذا واحد ثمين من رادو يسقطوها رادو يسقطوا نظام ألف واحد من بره وفيكابات طلعت من يمنى ميتين فيكاب وراحوا وركبوها وجرموصل لكن ألف واحد من إجه كان خمسة عشر ألف داخل مدينة جاهز من أبناء المنطقة من العراقيين أين القوات الأمنية أين القوات مدعون هي محكومة منهم محكومة منهم قوات أمنية كان أكو حملة عليها لإستسقيطها مخابرات عراقية نعم موجود كل موجود كان حملة على الفضائيات من قبل قيادات عراقية لتسقيط هذه القوات هذه قوات صفوية هذه قوات المالكي هذه كذا كذا من بدل معركة من الداخل قاموا يرمون على جيش يعني كان قمة الصراع الطائفي بالبلد زائد القومي وهذا الذي حصل مو واحد مسؤول في الأنسل لما تعال حاكم من عدمه وإنما قيادات مرموقة شبيرة جدا مشتركة بهذه العملية النتيجة تسقط الموطة وعندما سقطت الموصل فعلا يعني انهيار العام فرق عسكرية فرق عسكرية لم يكن قاتل واللواء مننا ترك موقعه وصار فبطغرة ومننا فوش واحد قاتل لماذا صار هذا الانهيار يعني صراع طائفي إذن هل الجيش العراقي الآن طائفي لا لا هذاك اليوم كان هناك جهة خارجية رادت تملي على العراق سياسات ونحن قلنا ريموت كونترول خراض طب شوية وكان اكوج اتفاق اقليمي دولي ومحلي حتى يسقطوا نعملي سياسية لكنهم سقطوا هم سقطوا والشعب تبهدل هم سقطوا فأجلدتهم سقطت كانت بدايات تقسيم البلد انه هذا السنة وهذا الشيع وهذا الكردي وخلص قد دول هذا واحد اثنين استعادة دور السنة بالحكم ثلاثة انهاء الدور الإيراني كلها بالعكس دمروا السنة بالبلد ودمروا النفوذ الإيراني صار فيه عشرة وشعبنا تبهدل وسهل سقط بس مو كان يونادم كنا مثل ما قال عامر جان مكر اسمه عامر لا كانت هذه القيادات وموجودة اختزلنا هذا التقريب ستة وثلاثين صفحة وموجود وهذا ما يمشي يعني ما يروح هباء موجودة لكن عدنا أولوية اليوم نحن في صراحة معاداش حتى نتخلص منه خلي استقر البلد وبعدين تطلع كلها الأوراق مجبورين للقضاء قدمت الحكومة حتى تقدم التنفيذية تقدم التعوى بعد ما خلصنا التحقيقات استاذي منادم ونحن تعبناك بالأسئلة ونحن نعرف قلبك كبير تتحملنا عدنا سؤال مع من تعملونك قوة سياسية في الساحة من القوة الأقرب إليكم ولماذا يعني بالبرلمان بالبرلمان بالساحة طبعا بالتأكيد القوة الديموقراطية والوطنية إذا أكو والهي ناذرة والقوة الصديقة أحيانا رغم أنه نختلف كفكر كمنهجية لكن أحيانا تتعاطف معنا في بعض مطالبنا فماكو شيء وهذا عدو هذا الصديق إحنا عدنا القاعدة وداعش وذولا وإثام النظام اللي قاتلونا هذولا بس عداء الباقي إحنا في هدنة وفي سلم مع بعض نحاول نمشي مطالبنا نحاول بالبرلمان نضغط نجمع تواقية نسوينا يعني ما عندنا جهة محددة معنا وجهة ضدنا لكن أكو بعض الأشخاص محددين اللي فناتك صدق فناتك يعني بالجانب الديني هاي مشكلة بقية بصورة عام ما عندنا مشكلة لكن مقدر أقول لك بالتأكيد من زين على القانون محكمة اتحادية هل دولة دينية أم لا التحالف الكردستاني الوطنية جماعة علاوي وإحنا وغيرنا صرنا كتلة قدرنا نعطل ما يمشي هذا الشي ما ينطيح قلبيته بعض الفقهاء الدين أو علماء الدين مزين فما أكو شي محدد يعني حسب حسب القصة حسب القضية يعني استفافات تكون حضرة الإصلاح مثلا الآن الإصلاح أحنا كنا للإصلاح وهما كانوا بالحكمة جماعة الإصلاح كان كل الوزارة الخدمية تقريباً أغلبها إذا موكلها بيدل تيار تيار الإحرار وكان سيد نوري المالكي كان رئيس وزراء اليوم خمسة واربعين نائب معه عشرة باقين مع العبادي من حزب الدعوة يعني الأغلبية مع المالكي خمسة واربعين بعشرة كانوا لأنه فاسدين مثلك لكني أنا ما أتهم لا كانوا بالإصلاح فإحنا من إجينا حتى نلمي الشمل صرنا تقسيم من صرنا خمس نواب بعدين صرنا ستة إضافة إلى إمرأة حتى نصلح نجيبهم رجعهم للبرلمان شفنا هذا هذا الإصلاح مو كتلة منهجية موحدة وإنما صار تشضي هم صاروا قسمين وثلاثة واللي برل برلمان هم صاروا قسمين وثلاثة بس الحمد لله قانون محكمة اتحادية زائداً جهودنا نعم جبناها بس بدل برلمان فاكشيني استاذ يونادم أريد أن أطيك فد نسبة الطينية نسبة يعني نسبة وتناسب مثلا اللي معنا يعني بالبرلمان هؤلاء الذين في البرلمان اللي هم يمثلون الشعب العراقي يعني كم ترى استاذ يونادم كم يرى بالمية نسبة بالمية من الشرفاء الوطنيين اللي يعدهم الحس الوطني بالمية بشقد النسبة بالمية اللي يعدهم الحس الوطني والشرفاء وعدهم مسلحة الوطن مش طوبة شرفاء بس وطنيين شرفاء بالعمل شرفاء مو بالقضية نزيهين شرفاء بالعمل والنزاهة والشرفاء العرض مخلصين للوطن موضوع آخر هذا ما نتحدث بي ولا إن والأنور هنا معناها الشكل لهاك شكل آخر لا لا احنا الشرفاء معناها أنه هو شريف ونزيف في عمله وفي خدمته اشقد من نسبة تقدر تنطي من هؤلاء الناس اللي أنت عايشتهم من 2003 ولي حد لها يعني أنا أنطيك يا بشكل آخر نعم أكو الهوية الوطنية تجمع اللي إذا نبتش عليها ما نيجون نعم الهوية الوطنية اللي تجمع يعني إشقد يعني هي بالأولوية الأولى نعم ماكو 30 ملوية ماكو 30 ملوية لا الهويات الفرعية أنا هس عندي فيديو الهويات الفرعية هي المقدمة على الهوية الوطنية أنا عندي فيديو رح حضروا لي اسمح لي هاي بأخير تفضل مفروض الوطنية الأولى وبعدين تيجيك الهويات الأخرى صحيح أنا شا أقولهم بالفضايا تقالهم آخر شي تتجي الهوية الوطنية العراقية إذا ماكو دولة قبلها فهمتني إذا ماكو إذا ماكو دولة قبلها لربما يعني مشكلة كبيرة هي هاي بوصلة المشتركة الواحدة هاي المشكلة إذن يعني هي رسالة للشعب العراقي وإحنا مقبلين حاليا يعني قصدك حاليا حاليا 30-40 متوطن هوية وطنية مقدمة هي رسالة للشعب العراقي أنه هؤلاء الناس يعني نسبة الفساد تختلف أفول لا نزاهة شي والهوية الوطنية شي آخر صح شيئا مختلفين صح هو النزاه يمكن تكون نزيه يعني ماكو نسبة أنه هذا وطني ووطني ومو نزيه هذا مو وطني لا 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 اسمح لي يعني لازم مرتبطة الوطنية أقل من النزاه نزيهين أكثر نزيهين تعبر 60-70 ماكو 30 ولا 20 غير نزيه ولا 20% يعني بيعلعب بالكوميشين ماكو 20% أريد أشوفه من أعضاء برلمان أريد أشوفه كيا من أعضاء برلمان ممكن الأستاذ المخرج يحضر لنا الفيديو ممكن أن يأسر فالسؤال بس خلل نشوف الفيديو ويسألي من أعضاء برلمان يشهدون نعم عن نفسهم ويتحدثون عن نفسهم بس دا مش عين جبوري فاستاذي ونادم إحنا نطيت نسبة لا لا وطني شيء والنزاه شيء آخر السهيدة عقب عليهم نعم تفضل عقب جوابه جوابه الإناء وينضح وما فيه مو كله هذا كلام غير صحيح قد يكون فالعشر بالمئة من المستأثيرين بالسلطة اللي هم هم حطوا الوزير وشار للوزير وحطوا بذلك هذول صح بس يمكن عشر بالمئة اللي هو مدئي دا ولا كذا ولا كون مشنو لغيرا ماكو عشرين بالمئة أكثر من ثمانين بالمئة ما عنده علاقة بالكلام هذا لكن هذا دا يحشي عن نفسه يعني إذا ينضح ما فيه قال انتهى قال إيه أنا ما أخذ مليونين مدري شنو يعني هو دا ينضح عن نفسه لأنه هو عبالة كل العالم هالشكل بس مو كل العالم هالشكل وبعدين اتهم المدى ياخذ لو خواف لو مدري شنو احنا احنا قدنا مبادئ وقيم يعني دا نريد نبني بلد دا نريد نبني بلد دا نريد دولة لكنه هالشكل بالمئة أو عشرين بالمئة خلي يقول مستأثر بالسلطة هو بيد الكون بارحة وزير الدفاع قالها دا يضغطون عليه حتى نعين كذا ننتر كذا دا يضغطون قال ليش الشكل قال حتى خمسين واحد شاء له من هاي ما السومو يا باش لون اشتتات البعض يا باش باش مية خمسين الدولار يعني موجود الفساد لكن مو كلنا هذا كلام مصحح لكن هما لينضحون ما في نفسهم هاي زين أنا أسأل سؤال ذا تسمح بهذا المناسبة هل تعتقد العبادي ممكن أن يقل نسبة عشرين بالمئة من الفساد الموجود حاليا وأقصد بكل أنواعه الإداري والمالي والاقتصادي وإلى آخره بشكل عام كل هذا فساد يعني أكثر من عشرين بالمئة مو عشرين ويقدر أكثر من عشرين بالمئة هل يستطيع نعم السنة 2006 نعم 2006 نعم أنا قلت لأخ المالكي أنا تريد أنا أزل لك الفساد خمسين بالمئة قل لي شلون قلت لها راح أبني فندق في المطار خمسة نجوم اللي أنتوا تسموه منكرات أسميه مشروبات أوفر كل شي بي وممنوع من عمباتل أي وزير أي مدير عام أي كذا يطلع بره بعد وأنت تعال جيب لي ألف آلاف الكاميرات واللاقطات والتصوير كل شي الشركة المات يجيني بهذاك الفندق ما ريد مننا عقود وما أشتري منه هذاك الوقت شوف المدير المكتبة يقول والله ما عدنا صراحية لسوي قلت أنا أبني لك الفندق ستا شهر لكن راح أنزل الفساد اللي كوميشنات محطة كهرباء ديوانية كذا مليون دولار الوزير أفندي داز لك نسيبة إذا ما تنطيني سبعة مليون كاش أنا ما أوقع مثلا قال لي يا أبا ما عندي ما أقدر قال لي ثلاثة قال ما أوقع وراحت نامت المقاولة ما أوقع إلى متى فالمشكل هي إلى متى هما أنا شوف أنت جنابك خمير بالشريعة الإسلامية نعم إن الله لا يغير ما بيقوم حتى يغير ما بيانفزم نعم إذا ما يغير من قاعة هو يجي لا بس هناك إذا أرجيب لك آية أخرى إن الله يهدي لمن أشياء ويظل لمن أشياء يعني ضربة لأي لأي تفضل بس أستاذين راض يعني محصلة حاجينا وشيء اللي شفنا وده نقرب المحصلة العراقية ما تبشر بالخير يعني ما ده تروح للأمان لا لا من قبولها زين خاصة بالنسبة إحنا مسيحيين الأمن ما ده يتحسن الاقتصاد ما ده يتحسن السرقات ده تزيد مناطقنا مهملة والتهميش معنا كمسيحيين ده يزيد يعني من وقت الملكية لها السعالة وتشعر عندنا مسيحي وزير الوحيد بالحكومة الحالية ما عندنا وزير معناه التهميش ده يزيد أولا أنا لست متشائم لأن إذا تقرأ تاريخ الشعوب على 200 سنة شوف الحرب الأهلية بأمريكا شوف الحرب الأهلية بإسبانيا شوفها ببلفاس وبلندن وشوفها بكل العالم صغيرة شوف البروتستان والكاثولي في أوروبا تتلاب جمج ما كانت بدير واحد بإيطاليا لا يزال جماجم موجودة وإلى آخره لكن بالنتيجة الناس تجي على طريق الصحيح تريد ما تريد اليوم العراق مشى بهذه المرحلة أعتقد مو بس تعب تعب وبارد أحكي كلام مقابول يعني وين وصلوا إلى متى نبقى أسرى تاريخ 1400 سنة عربتشلون إذا هو صراع مذهبي لكن صراع مصالح صراع قوة صراع باور وحرانية وإحنا شنو دخلنا تهميش قصدي شنو شو الجواز هاي نكتة وأحكي لك يا احنا في بلد أوروبي أنت سفير عازمنا فيحكينا نكتة على واحد من حزبة قال أريد بلزح ما جواز سفر من هاي الجديد الموديل الجديد قال لي يا بابا أجهزة ماكو معداد ماكو ما عندي جواز هنا قال لي جواز أني جايبة بجيبي بس أنت سوي ليه عرفت شون لكن اليوم صار أجهزة معينة ما تقدر تزوى جواز بعد فإحنا نسوي مثل ما سوى غوار طوشي خلى قفل بالباب من بره ودخل من الشباق بالسجن حتى لا يتضعب مع نواياته ويطلع من السجن بكل شيء لازم أنت الحكومة الإلكترونية لا تمد إيدك على الكاش كل شيء مراقب بالكاميرات بالكمبيوتر بالسيستم بالكذا يجب أن تتغير الأنظمة يعني نحط كلب جديد حتى لا نقدر منه وحظي شنو شعبنا كلامك دقيق مئة بالمئة وحاديها بالفضائيات بالأعلام وحاديها بنصل وقبال العبادي وقبال الأخ البرزاني أنه أحنا في أسعى مراهل التاريخ من حيث شركتنا الوطنية نتيجة استئثار بالسلطة نتيجة الفساد الإداري والمالي نتيجة كل من يدئوله نتيجتها مثل ما تضل أحد الملكي حتى قايل الكلام بالفضائية الأهد اللي هي مالعصائب أعتقد دامها نحن أسوأ مراهل التاريخ وأسوأ من زمن صدام حتى هاي قايلها حاشا أنا أقارن لكن اليوم في شراكتنا في حضورنا في تمثيلنا أسوأ من ذاك الزمن قلوا لي النواب قلوا نواب من نية تسوي براسي ده أقول لك بالحكم التمفيذي والقضائي أنا ما موجود فقصدي شنو كلامك صح وهذا ما أخذ على كل القيادات بغبادة وأربيه لحد الساعة نحن الوقت انتهى سريعا نعم ونحتاج إلى يعني حتى الأسئلة ما كمناها لأن جيبوا الكاميرا ما تشيرهم بالندو أخذوكم لا فإحنا سعيدين جدا وجودك بياناتنا وسعيدين بالدكتورة كاثرين والأخ يوسف بس كلمة أخيرة أردأ أقولها للناس إحنا يا ما دمعنا وبشينا في هذه القناة من أجل العراق لأن نحن الألم مالتنا يكون مضاعف لأن نحن ما دين نشوف بعيوننا دين نشوف الموت والقتل والإجرام في هذا البلد بلدنا اللي يروبين به وعشنا به ودين نشوف المأساة أنه ناس تصدوا للحكم والمنصب والمسؤولية ونتاجها ونتاجها دماء سالة ولن يتوقفوا عن إجرامهم اليوم على أي مسؤول عراقي كأن ما يكون يخلي الله بين عيونه ويحكم هذا الشعب المتأذي من الحروب والحصارات والآلام اللي ما عارف وحقيقة أنا أحكيها وحكيتها كثير اللي ما عند المسيح في قلبه ولا يؤمن بالمسيح ولا يعرف ما هو المسيح الذي يزرع السلام والمحبة هؤلاء يحتاجون إلى محبة فاقديها لأن ما عندهم محبة لا عقيدة تتفعلهم المحبة وتدعم المحبة عندهم لكن إحنا إيماننا أن الله محبة كيف تحب أخاك كيف تحب تقول أن أحب أخايا أبغض أخايا وأن الله محبة بعيد عنك بعيد عن الله أنت فيحتاج إنا أن هذا العلم يتغير أن يصير الله محبة ونسعى لأن عهد بالكتاب المقدس سددش كل ركبة من في السماء ومن على أرض ومن تحت الأرض ويعلن مجد الله في المسيح يسوع وهذا إيماننا ولا نختلف لكن الشرير والشيطان ده يضرب بلدنا بقوة ويستخدم أفكار ونفوس وعقليات يستخدمها لكن نحن نصلي من أجل العراق ونصلي من أجل الشرفاء والجيدين الوطنيين الأحرار أنه يقومون دولة سندها العدالة والحق مستند إلى كلمات الكتاب المقدس أن نحب بعضنا البعض ولا نبغض بعضنا البعض والكتاب يقول من يبغض أخاه كأنه قاتل نفس هكذا إيماننا الذي ابتعد الكثير عن هذا الإيمان الإيمان الصحيح والإيمان الإلهي الحقيقي أنا أشكرك أستاذ نادم راجب حقيقة نحن سعيدين وعندنا أسئلة هواي ما قضيناها والربي باركك ونحن نصلي من أجلك لأن الكتاب المقدس يقول صلوا من أجل الصلاطين والملوك وأنت في مركز نصلي من أجلك أنا جندي فقط لا نصلي من أجلك لأن أنت عندك مصدر قرار أنت في مكان له مصدر قرار نحن نصلي من أجلك أنه الله يعطيك القوة والنصرة بالغلبة بيسوع المسيح وليس بآخر أشكرت أختي دكتورة كاثرين ربي باركك شكرا ويستخدمت وتكونين نار على منارة آمين شكرا أخوة يوسف ربي باركك ويبارك خدمتكم وخلوا نصب عينكم أنه المسيح هو الحق وخلوا بنصب عينكم الحركات السياسية حصلوا الأمور كلها من أجل مجد المسيح وقوة عمله في ملكوته آمين ربي بارككم أعزائي المشاهدين إلى هنا ينتهي برنامجنا لهذا اليوم وعلى أمل اللقاء بكم في برامج مستقبلية شكرا وتصبحنا على خير شكرا شكرا جزيلا شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين